بسم الله الرحمن الرحيم تحذر فيها المهندس عدلي من التاريخ وعدم رحمته بالمتجاوزين مش متجاوزين عدم ربما انت احيانا تعمل غلطة وتتصارنك ترتكب الصواب بمعنى ايه ابنك حد يهمك غلط غلطة فانت ايه توم تقول ايه انا كلمه بينه بينه بس ايه لازم اخرجه من الموقف ده فتبتدي تخلق المبررات او تدعو في ظروف غير حقيقية فتكتشف ان التمادي في هذا الامر قد اورطه في كثير من المشاكل التي لاحل لاحل هنشوف ايه هي المشاكل وايه هو الحل المحتمل لها في حلقة هذه ابرز عنوينها مقالي ومقاله المسكوت عنه الغربال الملهم والايقونة والمستحيل وبعضمة لسانه بند يفتح ابواب جهنم وفي الشموع الحمراء رموز اغلى من الزهب لكن اسرار الملك عن نصر قرطاج ومجلاتنا اليوم ومن اربعين سنة ده المحتوى بتاع حلقة النهاردة لكن عود على زيباد ايه اللي انت بتحذر منه اللي بتحذر منه ان انا عبر سنين مضت كنت ترى امور غريبة جدا وقضايا يفجرها ببساطة شديدة اصحابها سواء كانوا لعيبة او حكام او اداريين ويطلع يتقلق كلام في منطه الخطورة على اللي بيفوت واللي بيمثل واللي يعني بيساحل اداريات خطأ ولا احد يحسب احد اذا هي تفاصيل مهمة تكون في ضربة البداية مقالي ومقاله المسكوت عنه ايه تاني اه المسكوت عنه انت سمتها المسكوت عنه هو مسكوت عنه فعلا بس مش معنى انه مسكوت عنه اندثر انه اندثر لا يسقط انا قلت التاريخ لا يرحم لان اصحاب الموقف اللي بدروا دلوقتي هايجي ناس مش عايزة تداري او هايجي لحظة هقول لك حاجة ابسط حاجة الاتحاد الدولي ايه هو كيف تم الاطاح ببلطر اقوى الرجل في تاريخ كورة القدم صحيح هو ومكتبه التنفيذي تقريبا تشعين في المية منه اه 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 عيسى حياته انا اسماء لا يمكن كانوا بالنسبة للناس مصدر سيطارة وقوة رهيبة ولكن تراكم انت ساعت ايه لما ما تحسبش ما تحسبش ما تحسبش الانسان يفقد حضره ويتصار انه لديه من القوة انه يعمل اللي هو عايزه يخترق اي قوانين وما يهتم مش انه يمشي طبقا للسلامة المالية السليمة سواء بحسن ايه او بسوء نيه فتجد انه في الاخر يصل الى مرحلة لا يمكن معها مواجهة هذه الاقطاء عندما تنفجر هذه القضايا فوش ما يحدث في اتحاد الكورة او في ادارة شؤون الكورة عبر السنوات المضيوعة حتى الان امر فيه منتهى الخطورة يدفع تمنه الان البعض الذين ظنوا انهم يجاملون ابدا هما مش بتجاملوا هما تضروا هما كنت بتاجل المشكلة لكن ما بتحلهاش اجلي 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 لما تراكمت المشاكل بشكل يصعب الحل معه فتيجي اهوان الشرر بقى تكشف مواضيع كتيرة جدا يعني يا جماعة مش عشان والله لا ما تاخدهاش الوان ونوادي خدوها مواقف وقضايا اما يطلع لعب هو مش قضه هو عايز يقولك انا تظلامت فقال ايه انا وتلعب في عادي وبعدين تساجل بتساجل طب بتساجل ازاي انت سكت بس لما غيرك ما سكتش الدنيا لحد النهاردة في قضايا معلقة طيب انت عشان تساعد اللي بتحبه صدقني خليه واجه المشاكل ساعده بالحلول اللي هي ما فيهاش خروج عن الليحة او النص لكن تسمع ان 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 تحكيم يا اصد ابراهيم هما تبله اتحاسب امتى بعدين يجب عشر سنين اه وتحاسب في واقعة تانية اه في واقعة تانية ما فقد الحذر ايوه اولا ان دي عدت غيرها وغيرها اه طيب اسمه ايه التانية اه اه لمبتي لمبتي بتاع الجوم بتاع ايد راما اه 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 نفس الشيء مفيش حاجة اسمها انه تقول لي احنا وعيب والشك احنا بنتكلم وتمالي انتو بتقوله البشر يخطئ ويصيب ويخطئ احيانا بغير قض واحيانا بقض ولكن سواء بقض سواء بغير قض لو ان هناك ضوابط للحساب ايوه الانسان مش هي حيخلي باله انه هو سواء بقضة وغير قض انه مش هيكرر هذه الاخطاء ايوه اما فكرة انك المساعدة بالتجاهل اه وبس عديها وبعدين تتحل وعلى مهلنا مش هتيجي اللحظة كل ده حيبان وفي منطقة الخطورة اه اه يعني ان احنا نتعامل مع المشاكل اه بالطريقة دي خلي بالك ما تحدش يفصل كلامي على حد لكن وقائح حصلت ايوه لما انت تيجي تقول اللي يضرب حكم يتشطب طب اللي يتشطب يحصل له ايه يرجع تاني ويرقى ويكفأ اه وعديها وبتعدي لكن هو نفسه بينسى ايه اللي تعمله فمش ممكن وهو قد اعتاد على انه يجامل باخطاءه انه مش هيجامل الاخرين هتبقى المسألة معيارية شخصية هو انا عايزة جامل اقدر اعمل كده ولا مش عايزة جامل فاقدر اعمل كده انا مش بتكلم على فلان وفلان بتكلم على المبدأ حسبوا حطوا الضوابط وخلوا فيه ولذلك انت حتت هنا فقرة البندو وطريق جهنم لان هي فيها بقى في التفاصيل بقى التفاصيل هي اللي بتقود كثير من يعني الطريق الى جهنم مفروش بحسن النواية احنا مش بالضرورة انك تكون عايز تغلط لكن قد يؤدي هذا الاسلوب انك تعتاد على الخطأ فما تشوفوهش دي وجهة نظر يعني انا مقتنع بيها جدا 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 وانا الاول بقى ان نحط كل شيء في نصابه نحط كل شيء في نصابه لانه فعلا لا شيء يسقط بالتقادم لكن الحقيقة الكرة المصرية وهي في هذه المرحلة الانتقالية المهمة كلنا اطمنا وكلنا ساعدنا بالمنتخب الوطني وازاي ادر يتجاوز مبارتين ليبيا زهابا وايابا وازاي ادر يقترب كثيرا من بلوغ دور الحسم في تصفيات كأس العالم كمان في نفس السياق الاندية المصرية يوم السبت ان شاء الله تقص شريط المشاركة الافريقية مع بعضيها الاربع اندية بتشارك في يوم واحد يعني يوم السبت الاهل يحامل لقب دور الابطال يبدأ اغلى الاماني من نيامي الاهلي باذن الله تعالى يكون هذا الموسم القري عنده الهدف المرصود لانجاز لا يقوى عليه الا الاهلي لانه اذا كان جاب التاسعة وجاب العشرة فباذن الله تعالى لو جاب الحداشر هيكون ده الانجاز الاسطوري في تاريخ نادي القر الانجاز الاسطوري بمعنى الكلمة لانه ما في فريق في القر حقق لقب دور الابطال ثلاث مرات على التوالي هيكون ده انجاز ربما محتاج يتراجع على مستوى اندية القرات العالم كلها مين قدر ياخد لقب دور الابطال ثلاث مرات على التوالي فده انجاز كبير جدا في حلم يولد من نيامي يوم السبت ان شاء الله تعالى الاهلي يحل ضيفا على عاصمة النيجر عشان يقابل فريق الحرس الوطني في بداية دوري الابطال الفرق كلها المشاركة الحقيقة اشفق عليها اي لانها جاية بتشارك في ظروف شديدة الصعوبة لاربع فرق اي محدش فرقته مكتملة يمكن بيرامد يعني اكثرهم يعني عدم او اجتمالا يعني انما الزمالك برضو عنده مشاكل الزمالك مع تسكر في كينيا في الكونفدرالية المصري بيلعب في كمبالا في اوغندا والاوبرامدز بيلعب في تنزانيا ايضا في دار السلام انا بس عايز اعز اوضح الصعوبة جاية منين حتى الزمالك ومشكلة القيد مش هي الاساس الاساس انك انت القائمة الجديدة بتاعتك خرج من عندك ناس فالعدد المشاركين افريقيا وانت معاد القيد الجديد لم يسمح لك بقيد الصفقات الجديدة حتى لو زمالك يعني كان قدر يحل 50% من المشكلة بتاعته بين المعارين تم قيدهم لانه حتى مش هيقدر يحطوهم في القائمة الافراخية الجديدة شأنه شأنه الاهلي شأنه شأنه المصري اي انا معرفش البيراميد جاب كم عنصر جديد الحقيقة ما لكن انا شايف ان اهلي زمالك مصري وممكن يكون بيراميد مش عايزة يعني ما شفتش حجم يعني الاضافات والخروج كان بسيط شوية في بيرام هنا الصعوبة اللي ارجو قال لها تتكرر يا جماعة اختلال المواسق بيظلم الاندية المصرية جدا 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 في عملية القيد الافريقي فكلهم داخلين اما تحط عليهم الاصابات انا بشوف الناس التي تخلفوا عن الصفر لهذه الاسباب سواء اصابة او القيد او غيابات كتيرة جدا ده فرقة رهيبة ممكن هي الوحدات نفسة على افريقيا اي فارجو التوفيق بإذن الله حالفنا اهو الحمد لله ان الدور ده اللي انا بخاف منه ناس كتير بتشوفوا له دور بسيط انا بقول الدور ده هو مفتاح افريقيا تملي يعني نرجو ان احنا ربنا وفقنا فيه والاربع فرق المصرية تجتازه ونخش بقى على دور المجموعات لنبدأ المشوار المصري الناجح اللي هو في الاخر بيحط الكرة مصرية في حتة الوحدة طيب وإحنا بنتكلم على انه نيامي تشهد انطلاق او ميلاد اغلى الاماني بإذن الله عايز اقول لكم حجم الغيابات مسافرش مع البعثة للاصابة محمد الشنوي ومحمود متولي وحسين الشحات ومحمود وحيد وصلاح محسن وحصوله على اجازة الجواز محمد مجدي افشا الناشئ احمد سيد غريب ايضا ما سافرش لاسباب فنية لكن لعدم القيد في افريقيا لا كريم فؤاد ولا حسام حسن ولا لويس مكسيوني ولا بيرسي تاو ولا احمد عبدالقادر ولا عمار حمدي تمكن النادي من قيدهم بسبب اختلال موعيد القيد مع الاتحاد الافريقي فضعت عليك فرصة الاستعانة بكل هذه الصفقات الجديدة تنتظر تسجلهم عشان يخشوا معاك دور المجموعات ان شاء الله طبعا في القيمة المسجلة حاليا نشوفوا بقى يعني المصابين اللي انا قلتهم لكو دول ما سافروش كمان خرج من القيمة الافريقية للاعارة والانتقال وولتر بواليا سعد سمير احمد بيكهم كريم ندفد ناصر ماهر مروان محسن وعلى قيمة الانتظار جونيور اجايا دول كمان الاهلي محروم منهم عشان كده مستر بيتسو موسماني يمكن اثير جدل كتير الفترة اللي فاتت حوالين تجديد عقده من عدم ورغم ان عقده مستمر لنهاية الموسم وده اللي طلع الكابتن امير توفيق اكد عليه وقال مستر بيتسو موسماني مستمر لنهاية عقده بنهاية الموسم اللي حيفدأ وبعد كده اي كلام عن تجديد العقد وتفاصيله وممكن يبنى في مرحلة لحق وده الصح كان بالضبط وده مش لعيب كورة خاصة انه دي مقدم على انتخابات في 25 و 26 و 20 نوفمبر فلا شيء قبل الانتخابات بيتسو موسماني رد لما الاهلي على صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا معا نمضي في الطريق رح رادة بيتسو موسماني على طول معا نغزو افريقيا بحثا عن اللقب الثالث على التوالي فيه اشارة واضحة وصريحة الى شحن بقى الهمم وشحن الدوافع والتركيز فيما هو قادر هو هو طبعا بلاقطات من سفر البعثة شأنه شأن نادي اللي أستاذ إبراهيم يهمه انه يعمل موسم زي اللي فات ده صحيح ويضيف اليه الدوري الدور ان شاء الله يبقى عمل عمل تاريخي ان شاء الله يعني غير مسبوك وعنده الفرصة اه عنده الفرصة طيب عنده الفرصة وعنده 19 رعب فقط سافر بيهم علي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء في حراسة المرمى رامي ربيع وياسر إبراهيم ومحمود كهرباء وحمد فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وآيمن أشرف وبدر بنون وآليو ديانج وعمر السلية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطهر محمد طهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكل الآلة حيلاعب فريق بطل النيجر فريق الحرص الوطني المباراة هتكون على أستاذ الجنرال سيني كونتشي في العاصمة نيامي المباراة هتبقى الساعة خمسة ونص يوم السبت إن شاء الله بتوقيت القاهرة إذن خمسة ونص السبت الأهلي يحاول القبض على الحرص الوطني في نيامي نتمنى أنه بقولك البداية أولا نيجر فريق ما انتش عارف عنه معلومات كتير بعيد الخطورة بتكمن هنا انت كما تبقى شو أحسن حالاتك لسه ما دخلتش على الموسم فريقك هو زي ما انت شايف مش مكتمل طبعا اللي موجود بإذن الله أدهه أدود بشرط إن بإذن الله كلنا نكون في حالة جيدة وحيبان بقى مدى إدراكنا بخطورة أو بأهمية الموقف من خلال التزامنا في الأداء يعني طبعا فيه ترقب جامد جدا جدا أنك تشوف انطلاقة الموسم الجديد يعني تكون قوية نتمنى بإذن الله الفوز اللي رايحنا هنا إن شاء الله طيب البطولة مهمة جدا فيها ثمان أندية حامل اللقب يعني الأميرة السمراء تغازل ثمان أبطال سبق ليهم الفوز بهذا اللقب عشان كده البطولة فيها ندية كافية جدا الجمعة حيلعب أما زالوا بطل جنوب أفريقيا يستضيف مازينبي الكنغولي مازينبي أحد حاملي لقب دور الأبطال لفترات السبت بقى هيكون الزمالك في ضيافة توسكر الكينو الزمالك أحد حاملي اللقب الجيش الرواندي حيستضيف النجم الساحلي أحد الأبطال سجرادس بيرانسا الأنجولي حيستضيف رويل ليوباردز وأسك ميموزا الإفواري بيستضيف شباب بلوزداد الجزائري الأهل يحل ضيفا على النيجر للقاء الحرس الوطني استاد مالي حيلعب في ملعبه مع حوريا كونكري الغيني المريخ السوداني حيستضيف زاناكو الزمبي يوم الحد جواتينج جالساكي البوتسواني حيستضيف حيستضيف سيمبا التنزاني ومنيمة يونيون بطل الكنغو الديمقراطية حيستضيف سانداونز الجنوب أفريقي وفاق اصطيف الجزائري حيكون في ضيافة نوازيبو الموريتاني بيترو أتليتكو الأنجولي حيكون في ضيافة أتوه بطل الكنغو الوداد المغربي أحد حامل اللقب حيكون في ضيافة هارتسو فوق الغاني الرجاء المغربي العتيد أيضا هيسافر لليبريا عشان يلعب أويلرز وريفر يونايتد النيجيري بيستضيف الهلال السوداني والترجي التونسي العتيد أحد حامل اللقب من قبل حيكون في ضيافة الاتحاد الليبي دي مواجهة عربية شقيقة بين الاتحاد الليبي مع الترجي الرياضي التونسي ما أنا بقول لك مليئة بالتحديات مليئة بالقوة يعني طبعا المنطقة كل حامل اللقب مرشحين لتجاوز هذا الدور يعني يعني نتمنى زي ما قلت لك ده ده انت بتكلم على الأبطال طبعا المصري وبيراميد في الكونفدرالية أيضا نتمنى لهم التوفيق واعتقد ان احنا يعني أنا الأوان ان ممثل المصري غير الأهل وزمالك يقدر يفوز بالبطولة دي لان كانت قابقة وصينة أو أدنى بيرامد السنة اللي فات اتمنى المصري او بيرامد لحد يحلفوا التوفيق انه يجب لنا البطولة دي الدكتور أحمد أبو عبل يمكن قبل السفر أجرى عمليات المسحة الطبية للعب النادي الآلي اطمئن على سلبية مسحة كل اللاعبين قبل السفر فالتسعتاشر لعب اللي سفروا الحمد لله سلام طبعا هناك كمان في مسحة لسه مسحة الاتحاد الافريقي يطمئن من خلالها بإذن الله الجهاز الفني والطبي على سلامة كل اللاعبين مجلس الادارة كان قرر تكليف الكابتن سادعب حفيز مدير الكورة بترقص بعثة الاهلي الى النيجر كويس كويس طيب لأن يعني هو دلوقت شهر الانتخابات اي مش سهل ان حد يطلع في الفطرة دي وادور لسه تمهدية فكابتن سيد بخبراته وانا شايف ان مسيماني برضو حسنا فعل اختصر مدة الرحلة قوي يدوب قبل المبارة بـ 48 ساعة سلاح بحدين يعني اذا كانت الرحلة كويسة وسهلة هيتمرن تمرينة اذا كان الرحلة شقة انا معرفش ظروفها ايه هنعرف النهاردة ضروري حد حيقول لنا لما توصل للبعث ان شاء الله سيكون من خلال القناة في تواصل معه طيب الحياة كمان في تواصل مع الاشقاء الاعزاء في غزة قطاع النشيين في النادي الالك كابتن خالد بيبو كان استقبل وفد ملتقى مدربي غزة اللي طلبوا معايشة مع النادي الالي يمكن دي صحف غزة تحدثت بالشكر لا شكر على واجب يعني حتى صحف غزة كلها طلعة تشكر النادي الالي وقياداته وقطاع النشيين على استضافة هذا الوفد من مدربي غزة اللي عاملين معايشة مع قطاع النشيين في النادي الالي لا شكر على واجب وده ابسط حاجة ممكن النادي الالي يقدمها للأشقاء في فلسطين بالإضافة إلى الدور الذي يجب أن يعابه النادي الالي يأمن مع الأشقاء وأنها خطوة يعني مهمة لكن هي أيضا مهمة للنادي الالي يعني أنت لما ترتبط بمدربي القطاعات المختلفة في غزة غزة وفلسطين مليئة بالمواهب ولا يدري عنها أحد وسمعت يعني كان حد كلمني على أكتر من موهبة قلت له أنتوا جايين وبإذن الله هتكونوا في مصر يعني يكون في نوع من التواصل اللي يسمح بأننا نشوف هذه المواهب بشكل جيد طيب كمان في إطار اهتمام النادي الأهلي بتطوير كل مرافق النادي ومنشآته كابتن محمود الخطيب كان عمل جولة تفقدية في فرع الأهلي في مدينة نصر وزار مجمع حمام السباحة والتقى مع عدد كبير من السباحين الوعدين وأسرهم للاطمئنان عليهم وعلى سير العمل في هذا المجمع الأولمبي الكبير الحقيقة مجمع حمام السباحة مجمع الأهلي في مدينة نصر حاجة أولمبيا ضخمة لا ده حاجة ملاش نظير يعني ده ده يعني ده مجمع رياضي يا أستاذ إبراهيم يعني يعني رياضي وفيه مكان للأعضاء يعني الجزء اللي احنا فعلا تم تطويره هو كان كل حيبقى مدرج فالنادي الأهلي وقتها فكرنا ان احنا نعمل نص أو تلت الحمام مدرجات والباقي مصاطب للأعضاء وما مش فيه وتحتيه صلاة مغطاة وان صالة تنس الطاولة العبقرية اللي خرجت كل الأبطال العزان دول صحيح أيضا بمناسبة الصلاة رجال السلة بقى أبطال العرب اللي الحياة عملوا بطولة عربية ولا أروع من كده فازوا كمان في بطولة دوري المرتبط على الطيران المبراهي اللي وقيمت في صالة سبورتينج في الإسكندرية وشاهدت أداء قوي جدا فريق مرتبط تحت 18 سنة حقك الفوز على الطيران 86 24 في صالة نادي سموحة ووصل للأهلي انتصاراته القوية في دور المرتبط سعيا وراء إحراز لقب الدوري إن شاء الله شوف فرق الناشئين في النادي الأهلي والناشئات فرق على أعلى مستوه هم أبطال مصر شوفنا الفرق دي وهي بتمد الفريق الأول في البطولة العربية 12 لعب ربعه من الناشئين ده تكريم مجلس الإدارة لأبطال سلة العرب فأنا نقطة ها هذه التكريمات رائعة اتكرمت قبل كده الكرة عن نجمة العشرة ها وفريق الكرة وبعدين بتقول لكل مجيد اجتهد واعمل بطولات واحنا وراك وفي ظهرك وشايفينك تكريم كرة السلة مهم البطولة دي أستاذ إبراهيم أهمتها إنها بطولة صعبة انت فوزت على بطل لبنان ودي حاجة مش سهلة ومش غير مسبوقة بالنسبة لنادي الأهلي انت فوزت على التحاد السكندري هذا يعني العملاق وبعدين فوزت على بطل الكويت اللي هو وصل للنهائي بطل الكويت معاها اثنين لعيبة أجانب الواحد بمليون دولار يعني أغلى اللاعبين طيب وهو كان فريق على أعلى مستوى صحيح فجئنا إنه وصل على حساب تونس التي تشهد تقلقا في كرة السلة هم أبطال أفريقيا التوانسة دلوقتي في كرة السلة لا في هذا الانتصار وبعدين مش بس انت بتكسب ده انت بتكسب تقلق للثلاسي الناشئ الصاعد زهران عمر علاء زهران ما ده ابن الكابتن على زهران أبو كان حاجة جمدة جدا بكرة السلة بس أنا شايفه كده هيتفوق على أبو بإذن الله وهذا طبعا منتقل لسلك القضاء فسابق الساعد واحد هيكون كابتن علاء زهران بهذا الفوز وهذا الناشئ تعالى اسمه عبد الناصر احنا جبناه من سنتين عبد الله ناصر عبد الله ناصر عبد الله ناصر إذا جبناه أغلى ناشئ ممكن يجي يعني بس الناس وقتها عشان كرة اليد خدت أداح كان احنا جبنا عبد الله ناصر بنفس المبلغ ثلاثة مليون وثلاثمية كمان أظم فقادي أهو علاء زهران فأعتقد يعني كرة السلة دلوقتي هتعمل فريق يكسب مش هتقلق بقى ليه لأين المستقبل طالع لك من تحت كمان كمان إهاب أمينة من نبع وزا توقف عن ضهران ممتع خد أحسن كتر ها وحنباله وهو بلاي ميكر خطير وخد أحسن لعب قاطع وخد أحسن لعب والمجيع الأردني المتقلق وبطل سلة عريق يعني سما بيب وكرة السلة عنده كل المهارات وفي قصر عنده المتابعات والقفز وعنده سرعات وعنده 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 التزام وعنده شخصية ويعني إحنا إما جبناه كان صفقة وقتها تدوش غالي جد وقتها لكن الحقيقة هو الغالي يعني زي يقوله تمنوا فيه وهو بخلقه ودمسته وتواضعه حاجة حلوة للنادي الأهل وله واعتقد أنه هو زي ما الأهل استفاد منه هو كوفئ على ثقته في فريق الأهل والأهل وأدى كل ما عليه وأصبح النهاردة له قاعدة جماهرية جمدة جدا في كرة السلة ده عشان الكبير اللي هو بينشئ لا يعني سيبك من الجماليات دي لكن هو العيب مهم ومش هو الواحده لو خدت كل العيب لوحده أنت يعني بقى عندك اتنين دلوقتي ارتكاز عمر طارق سعيد ابن ابن طارق سعيد طارق سعيد كان جون في النادي الأهل كرة قدم وعمه بقى شام سعيد وجالنا السنادي من جزيرة وطبعا اسلام اتنين على أعلى مستوى مش عايز اتكلم ولي كمان تكتيكيا وأجو استماش الله يعني بقت المسألة تكتيكيا أنت بتدفع كويس قوي وحتى هي دي واسمع أستاذ أفراهي الدفاع أصحب حاجة في كرتس السن صحيح لأنك إزاي تدفع ومتعملش فولات وإزاي تدفع بطريقة سلم وستلم عملية صعبة جدا وأنا ما ببقاش فاهم أنت بيحسب الفاول لأن قانونها معقد برضو لا كمان التحكم في إقاع اللعبة نفسه وفي رتم الأداء مدرب عنده خبرة وحكمة عالية جدا طبعا وأحمد حامد أظن برضو من النشئين في كرة السل لا فيه لعبة وغير النجوم اللي هما موجودين عندك القولة أساسية ده إذا كان فريق كرة السل استحق هذا اللقب العربي على طريق استعادة كل البطولات إن شاء الله في الموسم لكن يبقى هناك فريق مش عادي أنت عادة جماعة والله أنا مش بحصر يبقى هناك فريق دخل موسوعة الأرقام القياسية عالميا فريق فعلا يستاهل رفع القبعة بعد الفاصل وما تخافش على الأهلي طالما الأهلي عنده هذا الحرص الشديد على الوفاء بالتزاماته ومد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر في كل الظروف كل مرحلة هتلاقي دايماً وأبداً وضع قدم تقريباً في دور الحاسم يعني عندنا مباراتين مباراة مع أنجولا في القاهرة أو مع الجموم في القاهرة وأنجولا برة المباراتين في 11 و14 نوفمبر تقريباً الفوز بيهم بإذن الله يحسم المسألة أو الفوز بمباراة واحدة منهم يحسم دخول دور الحاسم طابوا بعدين إيه اللي يجرى إحنا حتى الآن عشان تبقى المسألة واضحة مازلنا في التصنيف التاني مازلنا في المستوى التاني بمعنى أفريقيا متقسمة عشر مجموعات في التصفيات العشر مجموعات كل مجموعة أربعة هيصعد أول كل مجموعة العشرة اللي هيصعده هيتقسمه نصين ألفوا به حسب التصنيف بتاع الاتحاد الدولي فيه خمس خمس دول اللي غاية دلوقتي ما زالوا في التصنيف الألف إحنا في التصنيف التاني يبقى أنت هتلاعب لو الأمور مش يتعلم ما هي عليه الأرعى هتخليك تلتقي مع يا السنغال هم بالترتيب السنغال تونس الجزائر المغرب نيجيريا دول الخمس دول هم دلوقتي موقفهم كلهم كل المنتخبات الخمسة أقرب للصعود نيجيريا بس اللي كسبت ماتش وخسرت ماتش فاللي هي من مين يا برايب من أفريقيا الوسطى ده خسرت بمفاجأة غريبة من أفريقيا الوسطى في ليجوس في ملعبها وكسبت برة فهي نيجيريا الأقرب اللي ممكن تقع من التصنيف الأول فندخل إحنا مكانها لو فضلنا ماشيين بشكل كويس أو آه ما تتأهلش أو ما تتأهلش بس هي ما تتأهلش دي صعبة قوي لأن المنتخبات اللي معاها هي متصدرة لكن أنا بكلمك على نتائج في المجموعة وبالتالي التحاد الدول المفروض هيعلن التصنيف الجديد يوم واحد وعشرين عشرة إحنا الأمل فين عندنا فرصة نقدر نقتحم التصنيف الألف إمتى في كاس الأمم كاس الأمم هيكون في يناير في الكاميرون بإذن الله تعالى منتخبنا وقد تأهل لكاس الأمم نتائجه في كاس الأمم ممكن ترفع رصيده ونقاطه يقدر يدخل هذا المستوى الأول اللي المفروض دور الحسب بتصفيات كاس العالم هيبقى في شهر مارس يعني هتلعب يناير كله عشر يناير تقريبا كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون في خلال شهر ممكن تنتهي منه أو ستة يناير في خلال هذا الشهر تكون عملت نتائج كويسة في كاس الأمم وتكون كملت كمان في تصفيات كاس العالم المطشين اللي باقيين مع أنجولا والجابون تاخد نقاط كويسة الأمل أن أنت لما تيجي في شهر مارس تتعمل للقرع بتاعت الدور الأخير بقى في تصفيات كاس العالم يكون دخلت ضمن الخمسة وده حيديك فرصة نسبيا شوية أفضل لأنك حتلاعب إحدى دول المستوى التاني شي سيبك من المستوى الأول المستوى التاني أنا أخطر فرق ألعبها اللي شبهي العرب اللي هو شمال أفريقي والثلاثة الموجودين جزائر وتونس لكن أنا حتى لو لعبت غانا لو لعبت ناجيريا يعني الكرة مختلفة مهما كانت المهارات الفردية لكن الفكر بتاع المغرب الجزائر تونس بيبقى فكر يعني بنفكر ذا بعض أيوة واخد بالك فاهمين بعض حتى في الإعداد النفسي حتى في الشحن حتى في الجماهرية وبعدين فاهمين لغة بعض المتأثريين بكل كلمة بتتكتب فلو بعيدنا عن الثلاث فرق دول حتى أنت تصنيف أول تصنيف تاني الثلاث تصنيف أول هتبقى دا عنهم وهو دا لي رياحك يريحك من ناحية ناحية الحساسيات من الآخر كده أريد أن أقولك أن حتى غانا اللي هي يعني مبدئيا المغرب والسنغال خلاص ضمن الدخول دور الحسب في كاس العالم لكن غانا ما أنتك غانا كسبتك ستة واحد يعني حتى مع بردلي والمتخب فضل الماشي كويس لا لا وغلبتها هنا مع بردلي ستة واحد دا منطقي أنت مع بردلي الماتش الوحيد اللي خسرته وطول التصفيات أنت رايح لون بالعلامة الكاملة أنا ستة واحد دا ماتش يعني عارف الأفلام سأقوني حاجة أصفرة واخد بالك عشان عارف ليه رايحين بشكل مهرجاني الوزير والرئيس الاتحاد والضيوف نفس العبار الزهراء يوم تونس نفس الناس بتروح تحتها في قبل الماتش أنت غانى وهي كسبك ستة واحد هنا أنت تقدمت عليها اثنين صفر وبعدين جابوا جوت يعني أنت برضو كسبوك يعني أنت لو كنت خسرت هناك اثنين واحد وهينا اثنين واحد كنت احتلع ضربات جزاء لكن هو كان دور اقصائي لو كان في المجميع برضو كنت هتبقى معديها مش منطقي فالأمور المش منطقية إن أنا فوز ستة أو أخسر ستة دي نتائج لا يعاول عليها أنا كل اللي هميني الباقي حتى من أحي المعنوية بنقدر نتعامل معا بمناسبة المنتخب وكارلوس كيروش بنبارك لمحمد مجد أفشا نجم الأهلي اللي بيحتفل الآن في أحد فنادق القاهرة بزفافه بنقول له ألف ألف مبروك يا أفشا وإن شاء الله يرجع بأسرع وقت ويكمل قوة الأهلي ويرجع المنتخب بإذن الله شياكة جاكتة بيضة بعد جاكتة سودة بعدين واحدة بسديري واحدة بالبورنوس واحدة بالأبيع هو النهاردة ربنا يا كريمه طبعا حيبتدي مشوار جديد في حياته نتمنى لقى كل التوفيق وطبعا هو التوقيت صعب على على النادي الأهلي لكن دي كانت الفرصة معزور يعني اللعبة معزورة هتعمل إيه صحيح بمناسبة أفشا وكارلوس كيروش يا جماعة يمكن كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب وهو فارض حالة من الانضباط الشديدة داخل الفريق يمكن نسة الناس بتتكلم على تفاصيل كتيرة هي عكس الواقع اللي موجود داخل الفريق صدقوني الراجل ده ولا حد من الجهاز المعاون يقدر يفرط كلمة ولا يتدخل في رأي ولا يزكسين ولا يمشي صاد ولا الكلام ده كله الراجل ده قراره من دماغه بشكل حد قوي وحد جاي فعلا يشتغل حتى لما كانت رؤيته انه مرحليا دلوقت ممكن يكون مش محتاج شريف وقفشة اتصل بيهم واكد لهم انتوا لعيب يا كبار بس كل مرحلة لها عناصر مناسبة لها وهو ده اهم حاجة اه انا لا يعنيني اصلي ده حق الكوتش طبعا حقيقي الدهشة ليه لان الاثنين مقافلين الموسم في افضل حالة بس ساعة التوقيت ده ممكن ما شوفهمش هو في احسن حالاته ممكن يكونوا بدنيا مش في احسن حالاته هو ما شوفهمش هو ما شوفهمش اه في احسن حالاته اي فلما يبقى قراره زي ما انت بتقول قراره يحتمل الصواب والخطأ لان انت برضو كنت بتخاف انه حتى رهانه ان يبقى بلاي ميكر واحد زي عبدالله السعيد والتاني حيبقى تجربة جديدة ما كانش احسن حاجة يعني لكن هم هو ده وربنا اكرامه عمل اللي مطلوب منه كسب المطشين اي اللي هم عونقوا الزجاجة زي ما بنقول اي وعمل احسن حاجة كسب واحد صفر في ملعبه وثلاثة صفر بره بره ودي حاجة ما حصلتش كتير للمنتخد اذا كروش مش عايزين ناخده بكثير من التعافزات ولا التهليلات يعني احنا برضو عايزين نستنى اما نشوف في الغميق بقى في التقيل وليكون يرشاف الناس كلها ونشوف حتى فلسفته ما هو انت ممكن جدا يبقى لعيب عجيبنا احنا جدا هو مش عاجبه لانه لو فلسفة في الاداء تختلف صحيح عمزينينا احنا صحيح المهم ان فلسفته تنجحنا اي مش هنقعد نقول كوبر بيدافع والتاني ما عندوش فكرة مش معقول احنا احنا على طول بندير او بنعوم حشاط اي لا خلي اللي يعوم انزل السباح ايو اللي انت اخترته عشان هو ده نتمنى له التوفيق لانه في الاخر دي بلدنا وده منتخبنا وفي الاخر عايزين برضو ما هو انت اللاعب لازم يحس ان المنتخب مصري ده مش مكافأة اه ده انت يعني مش عايز اقولها بالانجليز لازم تكسبها ايوه انك تبقى لاعب دولي تكسبها مش تستحق ما ممكن تحسا تستحقها ولا انت ما بتستعاش تكسبها اه اعتبرها جايزة انت بتسعالها لا انت تكسب انك تبقى لعيب دولي ازاي انك انت اللي بتعمله وعجب الناس كلها في نديك مش بالضرورة يبقى يحطك كلعيب دولي ويا ما نمازج لعيبة عبقرية في تقدرنا ما كانوش لعيبة دولية من الستينات ومن السبعينات ومن التماث والامثلة كثيرة بيننا يعني اه اتمنى ان كمان اللعيب اللي هو الدولي يعني تحديدا افشا وشريف اتمنى يكونوا استفادوا من الشيء الغير متوقع عن مفاجئة البيخ اللي حصلت لهم دي واحد استفاد انه اتجوز لكن لازم يستفيد من ناحية الفنية يشوف هو يا ترى ايه اللي كان مطلوب عشان يبقى هو نمرة واحد وبدنيا يعني ازاي اقدر اصلي جاي بتاعه اوفر طاقتي باقر اه مش بس بدني كل حاجة اذا كان اسلوب اذا كان بدني اذا كان فيه نواقص اذا كان فيه التزام ما انت ممكن ممكن تحس انك انت النجم بقى اللي بيكسب الفرقة اللي بتدي تلعب فردي وانت مش تلعب فردي انت يعني انت معودنا نكتوب لعب جماعي فيه حاجات كتير يا استاذ ابراهيم الانسان اللي عايز يكون صادق مع نفسه وحاسب نفسه وحتى بقيت اللعيبة يعني لما تبص حتى تغيراته ما عادش فيه لعيبي يتغير تلاقيه ضرب بوز او يلعبه اخر ثانية عمل لك مشكلة او يدخل في شرط الكابتن ويقول لك صلاح الكابتن ويوحد زمزق لا بيفرط قراراته وافكاره بوضوع يعني بص احنا تخضينا عن عمر مرموش تخضينا بس هو قدى اداء ما بقولش انه قدى الاداء يعني انه بقى نجم المنتخب لكن عبر عن نفسه لكن عبر يتقله لا اه بالظبط اه كويس انه جيه والراجل جبجون وكان نشط وكان عنده حيوية حقيقي اللعيب الدولة اللي من عينة كابتر رمضان صبحي لا مزال الفارق موجود لكن هو عايز كان عايز يحافظ رمضان بمرموش في افكار عند المدربين لازم نحترم وكان يمكن في اجتماعه مع الجهاز المعاون له سؤل وهم بيدردشوا مع بعض مين الافضل في المباراتين نشوف الكابتن كريم حسن شحاتة وهو بينقل عن كارلوس كيروش اختياره مستر كارلوس كيروش النهاردة قاعد مع الجهاز الفاني المنتخب مصر فيه يعني سلسلة من الاجتماعات كده بيتكلموا طبعا عن الفترة اللي جاية ومعسكر المنتخب القادم في شهر 11 ومطش أنجولا ومطش الجابون اللي جايين ان شاء الله في تصفات كاس العالم وكان بيتكلم برضو مع الجهاز الفاني عن تقييم المعسكر الأخير والنجاحات والأداء المنتخب وبياخد رأيي الجهاز المعاون كابتن ضياء السيد وكابتن واق الجمعة وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضر وبيتكلموا عن المنتخب طبعا يعني اتحاد الكورة فرحان بمستر كارلوس كيروش جدا طبعا بعد النتائج الإيجابية للمنتخب مصر احنا كمان فرحانين وعندنا يعني أمل كده ومستبشرين خير بالمنتخب خلال الفترة القادمة ومستر كارلوس كيروش سأل الجهاز الفني قال لهم مين الهيرو مين أحسن مطس مين أحسن لعيب في المطشين اللي فاتوا فالكل أجمع في الجهاز الفني على محمد النني يعني الكل قال أن محمد النني هو الأفضل في المطشين اللي فاتوا وعمل مستوى كويس جدا مستر كارلوس كيروش قال لهم أيوة النني كان كويس بس من وجهة نظر كارلوس كيروش قال لهم محمد الشناوي هو الهيرو أو هو أفضل لاعب بالنسبة لمستر كارلوس كيروش خلال المطشين اللي فاتوا خصوصاً أن محمد الشيناوي ده كلام كيروش بقى للجهاز المعاون أن محمد الشيناوي أنقذ كرة في مطش ليبيا المباراة الأولى اللي هي بتاعة محمد زعبية الكرة دي لو كانت دخلت هدف في منتخب مصر كان الأمور حتتصعب جداً 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 فكارلوس كيروش بيعتبر أن محمد الشيناوي هو الهيرو أو هو اللاعب اللي كان مميز جداً خلال اللقاءين بتوع ليبيا اللقاء الأول في الكرة اللي أنقذها دي فرقة كتير مع منتخب مصر يعني دي بعض الحاجات كده من اجتماع اتحاد الكرة مع السواء كيروش اجتماع مع جهاز المعاون واجتماع المهانس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد مع الجهاز الفني وكارلوس كيروش الكلام اللي بيقوله الكابتن كريم ده له معنى أولاً الاختيارين مفاجأة بالنسبة لنا نيني والشناوي لما يتقالي النيني إذن المعيار الذي يختار به المدربين من ناحة الفنية ليس المعيار اللي بيشوفه الجماهير أنت لو قلت للجماهير مستحيل حيروحوا في هذا الاتجاه أنني ربما هم كان في تعليمات شافوا نعملها عشر على عشر ليست لا علاقة لا بالإبهار ولا بالإمتاع ولكن ليه علاقة بالدينماكية وربط الفريق وأنه هو الدور ولمهام التاكتكيات اللي طورت منه المهام اللي عملها قدت إلى ترابط هذا الفريق بالضبط وسهلة الدفاع بالضبط وسهلة الهجوم دون أن تدري إذن هم بمنظور الالتزام واسلوب السهل الممتنع اللي ممكن ما يشدكش كان بالنسبة للنيني وده أصله أنني دائما تقييمه في هذه المنطقة الكوتشات يا روح لاعب مهم جدا جدا والجماهير طائعا لين ما بيعملش الترئيسة أو الشوطة أو الأوفر يعني ما بيدينيش الحاجة الجماهيرية طيب الشناوي ده معيار جديد بقى إيه هو المعيار الجديد هو أنا كنت عايز إيميل موتشين عايز أن أنا أقعد دي واركب والتصدر ليبيا طب الماتش اللي عندي كان أخطر من الماتش اللي بره ليه لأنه كان مربط الفرس يا روح وأنا متقدم فتبتيكيا أفرض الخطة على المنافس أنا لو رايح متعادل من مصر حيسهل عليه جدا هو يلتزم بالدفاع ويبقى متصدر زي ما هو كان سهل عليه يعني المنتخب الليبي لو بيلعب من أجل الدفاع في ليبيا كان حيبقى سهل عليه ولذلك هو لما غامر بالاستحواز والاندفاع الهجومي كل الهجمات المرتدة للفريق المصري كانت خطر لدرجة إن في الآخر بقى التأسيمة تأسيمة كروية بتعمل اللي انت عايزه بتسحص الحاجة في الماتشين دول برضو بما أن نحن عملين يعني عايزين نتفلسف شوية نحن كمان بالنسبة لمحمد صلاح أنا من المباراة الأولى وكان حد بيتفرق جنبي بحبه ويفهم كورة قلت له محمد صلاح طول مواع الحرف هو معمول حسابه وإنه في الحتة دي هنعمل معا إيه لا حياء نلاقي المساعدة ولا حيلاقي المساحة ولا حيلاقي أحد فقلت له أنا حالة من اثنين ينقل ناحية الشمال شوية يخش في القلب كل الفترات في مباراة ليبيا التانية تحديدة اللي دخل في القلب شكل خطورة جامدة جدا ينفراضات يا حاجات من بتاعة محمد صلاح يا المسان دا اللي عملها لكابت رمضان صبحي وخليها جاب الجون السهل جدا الباصة البسيطة الحنينة اللي حطته فيه الانفراض اللي جاب منه الجون التالي فدي حاجات طبعا تعليمات فنية أستاذ براهيم يعني هو ما راحش من نفسه ما راحش دخل جوه من نفسه كده دي تعليمات فنية فطبعا فيه كوتش بدأ شوية يسمع مع الناس يكتسب الثقة بعد ما كان بيتهمهم عليه حقق لك الهدف بالنسبة 100% بشكل رائع يكفيه فوز من المبراطين القادمين أو تعادلين عشان يحتفظ بالصدارة وأنا أتمنى أنه هو طبعا ولو أنا أتمنى برضو أنه يعني الفوزيو بقى فيه مش بسهولة عشان نفضل مصحصحين أنا طول ما المطشي صعب بالنسبة لي سواء للأهل أو المنتخب مصر أنا بتطمن لأنه إحنا لو خدناها جد بنروح في حتة تانية والحقيقة إذا كنا فعلا من المطشين خدنا ست نقاط فليبيا أخدت من المطش التاني ما هو أغلى من الست نقاط بل ربما أغلى من أنها تروح كاس العالم إن احنا نشوف المنتخب الليبي بيلعب كورة في ليبيا الملاعب دي يا جماعة كانت لغاية فترة قريبة تقريبا مهددة أمنيا بشكل غير طبيعي كلكم كنتوا بتتابع الحالة الأمنية في ليبيا وإزاي ليبيا كانت في مرمى كل دواعش الأرض وإزاي مصر حتى كانت منزعجة جدا عن الحالة الأمنية في ليبيا باعتبارها دولة شقيقة دولة حدود فإن احنا نرجع ليبيا تلعب كورة المنتخبات والأندية الليبيا فضلت طوال الفترة اللي فاتت بتلعب شوية في مصر وشوية في تونس ومش قادرة تلعب كورة والدور الليبي متعطل فإنها ليبيا ترجع تلعب كورة وفي بنغازي واستاذ الشهيد ده في حد ذاته كان حاجة نقلة مهمة جدا لليبيا الشقيقة اللي بنقول لها ألف الحمدل على السلام وإذا كانت مصر كسبة الست نقاط فزي ما بقول لكم لا عودة الأمن والأمان والاستقرار لليبيا ده أغلى حتى من تأشيرة السفر لكأس العالم فنتمنى لهم كل الاستقرار والأمان إن شاء الله ده كان كلام مهم جدا عن المنتخب وعن كارلوس كيروش وعن رؤيته وتقديره لمحمد الشنوي اللي أصيبه بيحتاج يمكن أربع أسابيع من العلاج بنتمنى له كل الشفاء إن شاء الله ده كان كلام مهم لكن هناك كلام أهم فيه الغربال الملهم والأيقونة والمستحيل عارفين المستحيلات الثلاثة الغول والعنقاء والخل الوافي تمال يقول لك ده رابع المستحيلات طب هما الثلاثة إيه؟ الغول والعنقاء والخل الوافي النادي الآلي جمهوره اعتاد إنه المستحيل مش أهلاوي وقد كده الأهل تحول بهذه القيمة الرياضية إلى نموذج ملهم حتى إنه كل من يرتبط به يقدر فعلا يثبت إنه المستحيل مش أهلاوي بيج رامي أو رامي السبيعي بطل العالم في كمال الأجسام كان نموذج فعلا استفاد من تجربة الأهل كملهم إلى الدرجة اللي بعد تتويج بيج رامي بمستر أولمبيا يكتب عنه مين الأستاذ فاروق جويدة الشعر الكبير لما يندهش وينبهر من عضلات بيج رامي فيكتب مقالته في الأهرام بيقول بيج رامي بطل من كفر الشيخ وبيقول الأستاذ فاروق جويدة باشواندس كم من الممكن أن يبقى مع إخواته في كفر الشيخ يصطدون السمك في بحيرة البوروليس ويكملون المشوار في هذا العالم بعيدا عن الأضواء لكنه رفض التهميش وأصر أن يأخذ مكانا ليس في مصر وحدها ولكنه انطلق إلى أفاق أخرى وسفر إلى أمريكا في أكبر مسابقة في كمال الأجسام ليحقق لمصر نصرا عالميا ويعود حاملا للقب بطل العالم في كمال الأجسام إنه رامي السبيعي بطل العالم في كمال الأجسام الذي عاش في إحدى قرى كفر الشيخ يمثل نموذجا لشاب مصري تجاوز بحلمه كل الحدود أنا لا أفهم ده الأستاذ فاروق جويدة أنا لا أفهم كثيرا في عالم الرياضة رغم أني أشجع عالم الأحلام ونحن أمام شاب صنع حلما كبيرا أن يكون رمزا وبطلا في لعبة تتطلب أن يكون الإنسان قاسيا على نفسه إلى أبعد الحدود هو دي يعني الناس يقولك إيه كمال الأجسام ما بيعمل عضلاته لا كمية التحدي اللي بيخدها الإنسان مع نفسه يعني البطل في كمال الأجسام هو بطل بيتحدى مين بيتحدى نفسه بيتحدى رغباته بيتحدى عاداته إذا كان عايز ينام إذا كان عايز يأكل على راحته إذا كان عايز يصهر إذا كان بيحط معايير يفضل لازم يسبقها فحياة لا يعيشها أي البطل آخر يعني هو في الترفيه أعتقد أنه أقل الرياضيين حظا في اختيار حرية الترفيه بيقول كمان الأستاذ فاروق جويدة كان يمكن أن يبقى في قرياته يسطاد السمك ويزرع الأرض بصوا عضلات بيجرامي لا ما يعني نحن عاديين صورة له صورة مش جرافيك يقول كان يمكن أن يبقى في قرياته يسطاد السمك ويزرع الأرض ويتزوج مثل كل المصريين لكنه رفض هذا الواقع وتمرد عليه إن السر وراء هذا النجاح أننا أمام حلم كبير صنعه إنسان كبير لا أخفي إعجابي بحلم هذا الإنسان يا جماعة اللي بيتكلم شاعر كبير يعني إذا اللي شايفينه ده اللي شايفينه ده يا سيد إبراهيم مش أحس مش أحد تمثيل الإغريق بالضبط أنا عمال أقول لك آه شوف إنما ده بني آدم صحية واقف قدامك بعضلاته يلتحف بعالم مصر ليه إحنا بنتكلم عنه ستسفر وجودة بيقولك إن تشجيع هذا النموذج المشرف مسئولية وطنية على الدولة وأطالب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بتشجيع مثل هذه المواهب إن الرياضة ليست فقط كرة قدم وليست لعبا يحرز هدفا ولكن هناك بطولات فردية يجب أن نشجعها كل الزوايا كما أن واجب رجال الأعمال أن يتبنوا هذه المواهب لأنها أفضل أنواع الاستثمار إنها بناء البشر إن سوق الأحلام كما يقول الأستاذ فاروق جودة إن سوق الأحلام من أكثر أسواق الحياة نجاحا والشعوب الوعية والشعوب الوعية ترى في البشر أفضل وأغنى أنواع الاستثمار وتجربة السبعي ابن البرولس البسيط درس للشباب إنه لا شيء مستحيل حتى لو كان الحلم في أمريكا يجب أن نحتفل بهذا الإنسان البسيط الذي حمل لمصر لقبا وإنجازا نعتز به جميعا من حق السبعي أن يكرم في وطني شوف أه طبعا يكرم جدا يكرم كرمز للسيطرة على الذات والعدو في اتجاه الحلم العدو يعني وبعدين على فكرة عشان يوصل لكذا ده سنين سنين من الصبر والعمل المنظم العلمي جدا لأن كل على فكرة ممكن جدا لو بتشوف مجلات كمال الأجسام حتجد ناس أحجامها العضلية ربما أضخم لكن الكمال الأجسام يعني هو اسمه كمال الأجسام مش جمال أنه هو بيبقى فيه تناسق العضلة والحجم وعلاقتها بالعضلات الأخرى لازم تبقى متناسقة جدا 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 بحيث يبقى تناغم جميل في الآخر فمش مسألة أنه بتضرب وخلاص وإلهوب وشد وحيلك لا ده فيه تقنين أنه ربما ما فيش عضلة تضغى على عضلة ولا تسرق الكاميرا منها الشو اللي بتعمل ده بيبقى شوه مدروس جدا جدا بيجرامي هيرجع القاهرة من أمريكا إن شاء الله يوم الحد لكنه هو من فترة كان ضيف هنا في قناة الأهلي مع الزميل هيسم السعيد سألوا الكابتن هيسم عن إيه رأيك في النادي الأهلي إيه علاقتك بالنادي الأهلي إيه مدى تأثرك بالنادي الأهلي بيجرامي وقتها قال كلام مهم جدا عن قيمة الأهلي النموذج الملهم عشان تعرفوا حتى زي ما الأستاذ فاروق جودة بيقول كل الأحلام أنشط الأسواق سوء الأحلام وأقوى الاستثمار الاستثمار في البشر وأعلى النماذج إلهاما هو نموذج النادي الأهلي ده مش كلامي ده كلام بيجرامي طب قولي أنت كنت تحبي كرة القدم جدا وعشقك هو النادي الأهلي طبعا يعني زي مصر كلها إلا القليل يعني عشقك النادي الأهلي وطب ليه مروحتش ناحة كرة القدم خاصة أن برضو كرة القدم ما كانش محتاجة إمكانيات حلي بلق برضو أنت في أي مكان ممكن تعمل تأسيمة وتلعن دي حي ليه مروحتش ناحة كرة القدم كمان يعني لو في القرى بما أن المساحات متوفرة وده صحيح وده كان جزء مهم جدا والمفروض الناس تشتغل عليه في الفترة اللي جاية ده يعني لو إحنا بنفكر في الناس بشكل يعني سليم لكن إحنا كانت مساحات متوفرة جدا فكان ممارسة طول الوقت من الناس لكرة القدم بس أنا صبعا ما كنتش موهوب فيها أنا محب وأتفرج حاولت محاولات كثيرة لكن هي الفكرة كمان أن أنت تختاري لناسبك ودي كمان من الحاجات المهمة جدا حتى دور يكون دور أسري وكمان قناعتك الشخصية تحط نفسك في المكان الصح أو توظف نفسك علشان بتهديرش وقت كتير من حياتك صحيح فأنا كنت شايف أن كمان الأجسام هي الأنسب ليا كالجيناتكس لأن يعني برؤية عامة شايف أن ده يناسب جسمي يعني جينات جسمي أما كان كرة القدم بتحتاج موهبة يعني على قدر من موهبة لازم يكون عند قدر من موهبة طيب قل لي أنت ليك يعني تكوس معينة بمتشاة الأهلي نعم لما فيه متشاة أهلي مرادة بتابلي هو هو عمثا يعني الأول ليه الأهلي الأول عشان ده سؤال مهم جميل الأهلي مش الأغنية الأهلي كيان فعلا الأهلي كيان لأنه مؤسسة ثابتة ونطجة ويعني على مدار تاريخها كلها لها أسس ومعايير حتى لو اختلفت الأشخاص يعني أو تدور الأشخاص على رئاستها أو الممارسة جواها أو أين كان اللعبين أشخاص مين بس هو هو ده السيستم اللي بيخلي واحد يحب المؤسسة نفسها فكرة إن انت بتشترق بتشاف إن دي حاجة لها سوابتها اللي بتخليك طول الوقت شاف إن النجاحهم مبني على واحد اتنين تلاتة أهداف وطرق وأساليب وده اللي بيخلي واحد يعني تكون جزء من حياته لو هو عايز ينجح في حياته فعلاً يعني أنت خدت النادي الأهلي كدوة ليه كمؤسسة كمؤسسة وكطريقة تفكير أنا شافها إنها تنفع لأي مؤسسة نجحة في مصر وهي صحيح مش المؤسسة الوحيدة لكن هي من أهم المؤسسات السابقة لأنها على مدار عقود طويلة يعني شغل يثابت شغل يثابت فالنادي الأهلي خلانا نحب إزاي عندك حاجات منظمة في يعني بنا في شخصيتنا حاجات مهمة جداً حتى لو إحنا بعيد عن الأصل المشجع ممكن يرسم صورة في خياله حقيقة أو غير حقيقة لكن هي كانت بالطبق الواقع بشكل كبير جداً فالأهلي كان يعني بالنسبة لنا كمشجعين درجة تالتة زي ما بيقولون بيزء كبير جداً من حياتنا يعني بص كلامك وإنت أسطورة كبيرة وحققت النجاح كبير وبتتكلم عن نادي الأهلي لأنت عمرك في يوم الآمل بستتشك خلص يعني نادي الأهلي معدوش كمال أكساب وبتتكلم بهذا الحب وهذا الفخر للنادي بتاعك وبتقول في الأول لا قبل ما تسألني البروتوكولات بتاعتي ليه الأهلي فالحقيقة لما بيلاقي حدي كده الحقيقة فعلاً بتلاقي شخصيتك انطبقت مع شخصيتنا دي الأهلي أنت في حياتك كده هتلاقيك يعني تمرينك أكلك شرمك أسلوب حياة أسلوب حياة أسلوب حياة أسلوب حياة أصل نجاح قصته واحدة في كل مكان أن أنت تاخد قصة نجحة وتحقق بيها خطواتك ده مهم جداً عشان كده الواحد لازم يشوف رموز نجحة يبقى الناس تنتسل ليها وتحط نفسها في اللاين بتاعها عشان تقدر تحقق النجاح بداية وأنا يعني بحتفي بكل ما قاله وحن نشرحه دلوقتي بجرامي لازم يهني الزميل الكابتن هيسم هيسم سعيد الحقيقة هو راجل رياضي فاهم ويوجيد الحوار ويسمح بالمساحة أن نخرج بكلام شديد النطج أنت بتشوف زهنية هذا اللاعب وهو يتحدث عن أسباب النجاح مش بيكلم بقلبه ده بيكلم بعقله هو حب النادي الأهلي بعقله إلى درجة استحوذ على قلبه يعني بيقولك نادي الأهلي مؤسسة إذن العمل مؤسسي ملتزمة إذن الانتزام ليها منهج وسوابط إذن المنهج محدش بيغير حاجة كل الناس بتعملها إذن المصداقية والتواصل وصرامة التمسك بأسباب النجاح وعدين أنت بقى كمشجع تأخذ الكلام ده تستلهم منه خطط ليك يكلم يقولك حتى التعبير يقولك أنا لقيت نفسي مش لعب كورة أنا يعني جيناتك يعني ورصيا أو صفات الورصية بتاعتي تقودني إلى لعب كمال أجسام عايز تسلط على مين يعني إنما أنا سعيد إن بسمع التحليل التحليل اللي هو مش بقى يحب الأقل لأن الحياة والكون آه هو الحياة والكون لكن بحبه لأسباب علمية أيوة تديني أنا وغيري أسباب في الحياة خلينا ننجح لأن أسباب النجاح واحدة في كل حد صحيح هذا المنهج وهذا الالتزام وهذا النموذج بيخليك وإنت راجل مسؤول تعرف أنك أنت آه بتحب الألي بمسؤولية أنك تشيبه كده حبوه كما لقته دي كلمتي المستمر أو تغيره في حاجة ولا تحاولوا تغيره في حاجة ده قيمة الإلهام يا جماعة قيمة الإلهام لأنه إحنا دايما بنقول الأهل فكرة وفكرة لأنها بتحوي كل الأسباب اللي تخليها تعيش حية نابضة لأكتر من 114 سنة وعنده هذا الدور وهذا النجاح اللي قاله بيك رامي إنه الأهل علمه إزاي بقاله هدف إزاي قاتل علشان يحقق هدفه إزاي يبقى منضبط في الوصول لهدفه إزاي يتمسك بحقه إنه ينجح إزاي يتمسك بحقه في إنه ينجح أداله أسباب النجاح وإنتوا فاكرين فكرة البلاس تسعين والديئة تسعين والكلام اللي الناس فهم أنه ده ده مش كلام ده ترجمة حقيقية لفلسفة الآلي إنك إنت إزاي تتمسك بأسباب النصر إزاي تقدر تدافع عن حقك في إنك إنت تنتصر بقوة وبانضباط وبروح وبالتزام وفقا لقانون اللعبة واتحقق هدفك فتفضل وبعد حتى لما تحقق هدفك تتمسك بكل أسباب الاستمرار إنك تتواضع عند النصر تتواضع عند النصر تحترم منافسيك تقدر قيمة الروح الرياضية اللي أنت بتلعب من خلالها علشان تفضل بطل لأنه يوم ما أنت هتغتر ودماغك تتقل وتعيش الحالة والزهر مش هتكمل في المسار اللي ناجح بتاعك دي فلسفة حياة عشان كده لما بنقول للأهل فكرة الأهل فكرة نابضة في مجتمعه إزاي يقدر فعلا يلهم كل شباب اللي بيحبوا النادي الأهلي إزاي كل شاب كل طالب بيحب النادي الأهلي إزاي يستفيد من اسم النادي الأهلي وتجربة النادي الأهلي ونموذج النادي الأهلي بجرام مش لعب في النادي الأهلي والأهلي مفهوش كمال أجسام لكن قال أن أنا من خلال متابعتي للأهلي وحبي للأهلي الكيان والقيمة قدرت فعلا أستفيد من تجربته في أن أنا أقدر فعلا أستلهم هذا الدرس وأنجح ويوصل زي من الأستاذ فاروج وده قال يوصل لمصف الأبطال العالميين ويحقق ميستر أولمبيا كأعلى درجة في كمال الأجسام هو ده فكرة أو هي دي فكرة الإلهام وإزاي البطل الرياضي يقدر يستلهم هذا الدرس بالمناسبة حتى وإحنا بنقول المستحيل في الرياضة شفنا أيقونة كمان مهمة جدا استلهمت النادي الأهلي ودور النادي الأهلي إبراهيم حمدته إبراهيم حمدته شاب لا دي أعداء مؤمنة لكل مقاريس أنا قربت منه في ريودو جانيرو في الدورة اللي فاتت البرالنبيا اللي فاتت اللي روحتوا بسيبتيني هنا فكان وقتها الحقيقة يعني حمدته عامل ده وشجامده جدا لما تتكلم معاه ده شاب برضو من كفر الشيخ يمكن حمد يمكن بيجرامي من كفر الشيخ من البروليس حمدته ده كمان من الدسوق أو من ضميات سوري من ضميات هي نفس المنطقة الخصبة بيلعب برضو معجزة كان في ضيافة قناة الأهلي بصوا وهو بيلعب هانا جودا كان مع الزميل خالد العوضي استضاف لاتنين هانا جودا معجزة في تنس الطاولة وحمدته كمان أيقونة مدهشة جدا ومبهرة للعالم بقولكم وإحنا في ريودو جانيرو الناس كانت فعلا جاي مستغربة ده شاب بتعرض لحادث أطر في لقى تهينة ما خدش بالك منها لحاجة الاتنين الرالي لما طال هانا جودا غلطت الزر ناط غازت فراحت في الرالي اللي بعديه راحت مخلصة شايتة فيك وراجل بزرعة بجنب فبصوا الأيقونة شوفوا براهيم حامدته وتلعب بقوة ولما يكلمكم عن حبه للأهلي وعن ارتباطه بنموذج الأهلي اللي خلاه يؤمن أنه ما فيش مستحيل شاب بتبطر زراعيه الاتنين دي ما امتظرش معاه ها مش قادر يلعب رياضة فيدرب نفسه ازاي يمسك المضرب بإسنانه ويلعب ببقه عايز يشوته الدورة الأولمبية الأخيرة في توكيو وقابلها في ريود جانورو زي ما شفتها الناس كلها كانت منباهرة جدا بقدرات هذا الشاب المصري ايه الاعجاز ده ايه الإرادة دي النموذج ده انت فاهم يعني ايه والنبي عشان نخدها واحدة واحدة طب جرب تمسك ألم ببق بسنانة كده خمس دقايق هتلاقي هنا وهنا وجلق صداع وألم هنا طبعا ما بقى لك بقى بس حمدته مع الكابتن خالد العوضي تمنى انه يزور النادي الأهل فكابتن محمود الخطيب برحب به عشان يكرم فيه هذه القيمة الإنسانية العالية قوي كابتن خطيبه هو في قد مجلس دارو بيديله فنليته هدية تقديرا وتبجيلا وتفخيما وتقديرا برضو فترة نكحة من الكابتن خالد العوضي نجيب هنا جودة بالذات قدام هذا هذه المعجزة ويعمل المباراة في تنس لا في حاجات الواحد لازم يتقف أمامها يعني راجل لم يستسلم يعني مبتور الزراعية يعني مش ممكن لا يمكن تتخيل ان واحد يقدر يلعب تنس طولة برقابته وهو ماسك مضرب وبقه صحيحا لا لا وكمان انت انت لما تشوفه حتى ازاي بيتعامل مع الكورة بيخدها من على الأرض برقله بصبع رقله عشان يرميها لفوق يعني ايه اولا ايه الفكرة اللي جات له دي اصلا شوف هم هون مستحيل انه فكر في حاجة مستحيلة لا دي والله لقطة تاريخية جماعة نمازج الله شوفت شاط ببقه ازاي انا مش مصدق شوفته قبل كده بس برضو ما بصدقش شوفت منافساته فريدو جانيرو بقولك يعني اعظون الناس كانت الصالة بتاعت البنجبونج انت بتتكلم في البراليمبيك ما كل الناس اللي بيلعب على الكورسي واللي بيلعب بايد واحدة يعني بس دي قصة تانية لكن ده الواحد وحدوت طبعا اول مباراة حمدته تبص تلاقيه كل الناس جاية تتفرج عليه وكله يعني متفاعل معه قوي مع اي نقطة الكل بيسقف له لان اي نقطة بيجيبها حمدته مش نقطة طبعية طبعا شوف بتشوت فيه بمنتغل جدية وبيصد حقيقي انها بتلعب في اتجاه واحد ما تقدرش تنوع له يعني اه انما يعني يا جماعة احنا زي ما هما بيقولوا بيستلهموا النادي الاعلي انا عايز ولادنا يستلهموا منه هو بقى يستلهموا منه الارادة وقهر المستحيل وهو ده الهدف ما بين الالهام والايقونة لانه على فكرة اللجنة الاليمبية او البراليمبية الدولية في توكيو منحت ابراهيم حمدت والشاب المصري ده لقب ايقونة العالم انه بقى في البراليمبية الاخيرة حد ملهم للعالم كله هو ده النموذج في قهر المستحيل وازاي تقدر تثبت فعلا ان الانسان يستطيع وانه كل واحد عنده حلم وعنده رغبة في النجاح يقدر يحقق هدف طيب مش عندك برضو دي في الحالات الفردية عندكش عاجة في الحالات الجمعية بتاخر الارقام بقى الحالات الجمعية الحقيقة يعني خلونا نقف تحية وتقدير وتكريم وتقدير لفريق مصري دخل موسوعة الارقام القياسية فريق النادي الاهلي للكرة الطائرة ما حققوا فريق الاهلي للكرة الطائرة من انجازات في حصد البطولات خلته يدخل موسوعة الارقام القياسية كاكثر فريق في العالم تحقيقا للبطولات كنت من فترة بعيدة بقى لح على كابتل روف عبدالقادر وهو بيحقق مع كرة طائرة بنات انه يخاطب القائمين على موسوعة الارقام القياسية انه يحقق ويدقق رقم بنات الاهلي في الكرة الطائرة سبقوه الرجالة دخل رجال النادي الاهلي موسوعة الارقام القياسية كاكثر اندية العالم اكثر نادي رياضي حقق بطولة ده مش كلامنا ده كلام واحد كمان هو رخر موسوعة الحقيقية موسوعة شاملة في الرياضة وبالذات في الكرة الطائرة اللي تقلق فيها في الفترة الاخيرة كاحد اعضاء اللجنة الاعلامية في الاتحاد الدولي الصديق العزيز الدكتور طاري الادور بسان الخير يا دكتور مساء الخير يا سيد إبراهيم اهلا بيك واهلا بك كابتن كبير كابتن عزيز الله خليك عارف ان انت بتكلمنا وانت على الدائرة في العربية فاركن يمين علشان ما نعمل لك مشكلة انا راكن اهم انا محضرش خالف الفروض ايوا كده بالضبط قولют واحض من المدققين الحياءة الموثقين كمان بثقى إنجاز الالفة الكرة الطائرة اللي رجال يدخل بيه موشوعة الارقام القياسية فعلا؟ بالفعلا هو بسط وهو كثير هو على فكرة في الناس كتير قوي كانت بتطلبتي بتقولي ابنين هم يعني كلب التنوك الصلاة انه في صراع كده خافت الآهل والزبالك وهو كثير طبعا لانه تشجع كل الفرقين على كل كلا الفرقين على مستوى ألعاب الصلاة هي كرة طايرة وكرة سللة وكرة في الجاد هذي الدعبات معيهم كمان بعض الألعاب السحام داخل الصلاة الضخرة وقال العاب السحام داخل الصلاة ما كان هناك تطلبتي بتوصير نتائج هذه البطولات حتى أصدقائك ستوقع على فيسبوك أو على توبيتر تطلبوني ان انا أنصف احطائية في عدد الألقاب وانا فعلا بجاهز هذه الأحطائية لكن على وجه التحقيق في كرة طايرة نظر الناس مستغل فيها ومستغل ألمك بالتالي علي ان انا وصف نتائج دعبة في كرة طايرة سواء على المستوى المحلي الدوري والكاف والمطلات المحلية أو على المستوى الافريكي المطلات الحالية كما تعتبر دول الأبطال أو بدول أبطال الأداء أبطال الدول اللي هي الأطوة الأكبر وكان في زمان بدولة الإسماء أبطال المخصصة التتقام بس نتم جمع بدول أبطال الدول أبطال الدول أداء الأطوال أبطال تتحرك في مطل قدم وكذلك البدرات العربية والبدرات الأخرى كان الناس كلها عايزين واصدقوها ومن بينها كمان البدرات العربية فالحقيقة هذه الأفضلية كانت باء على قرافة دكتورة لكل قرات العالم يعني شفتة أسيا شفتة أوروبا شفتة أسردية شفتة أبكتة الشمالية والأمسكين دينوبية وكمان حتى الدوكيانون بداية دعمت الكرة طايرة يعني النهاردة لما نتكلم بقى ملوك الصلاة ومش ملوك الصلاة احنا مش بنقول بقى وجهة نظر ده العالم اللي بيقول ان هؤلاء هم هذه اللعبة في النادي الأهل هم ملوك الصلاة طب ده على المستوى الجماعي لكن اعتقد ان فيه نمازج ايضا في هذا الفريق حتى على المستوى الجماعي قبل منسيب الجماعي الآن عنده 81 لقب يا دكتور الآن عنده 81 لقب بالضبط 33 دوري 21 كاسمس و14 بصولة دوري أبطال أفريقيا هنا بقى عند الموصل ببصولة دوري أبطال أفريقيا أو بصولة أفريقيا لديها الأبطال على بستوى الكرة الصيرة هقف عندي حزة الآن يحفل أيضا الرقم السياسي في عدد مرات الفول بأيض بطولة قرية على مستوى كل الدعبات يعني مثلا عند الآن يوصح بالرقم السياسي على مستوى كرة الخدم واخدان دوري أبطال عشرة الآن يبعا الثلاثة اللي خدها الآن الآن في هذا العام هي البطولة الأصبأ الأعلى يعني الأهل عشرة وراء الثمال المنديد كله من أهما واخد خمس أصباد آه أعلى رقم للفول بالبطولة دي عشرة هو عشرة أي على مستوى كرة الجاد أعلى رقم بطول بطول طبخرة اللي دي أبطال الغور لتنزل كرة الجاد أو أبطال بطول أعلى رقم هو للفول التعاشر بطولة اللي عمله من هذه التماز تمام لفول التعاشر بطولة أقل من 14 تمام على مستوى حتى كل التعبادات الأخرى يعني أعلى رقم بدول أبطال من عالم هو بدول أبطال ربما في قرية المدينة 13 بقر حتى الثلاثتشر دول أكثر منهم كانت في الكرة الطائرة إذا عمل 14 يعني أنت يعني لقب الأهلي كبطل لأفريقيا في الكرة الطائرة هو الرقب الأعلى بين كل الرياضات الأخرى في أبطال القرات مش بس الصلاة حتى بما فيها كرة القدم يعني الألف الطائرة تفاقل كرة القدم كرة سلة يد طائرة يأتي الكرة الطائرة في المركز الأول من الضبط إلى كرة الطائرة 14 بريئة لكي تقرب على مستوى كرة القدم 13 يستملك على مستوى كرة ديالة في أفريقيا 14 وراء بقى الآن حتى في دور الأبطال على مستوى كرة القدم 10 لكن تبقى الرقم 14 هو الأعلى على مستوى كرة قلب العداد يعني فجمع من داخل الرقم الثاني بالعصول على 81 بطولة دي رقم ناسي أخر بوا هاتين أرقام انه هو الـ 14 بطولة بسهور دوري أبطال قبطتي على مستوى كرة طائرة انه هو أعلى رقم فيه أيضا 6 بطولات للعصولية أبطال القبط على فترة من أغلب البطولات التي تسمية في أبطال القبط توقفت أو تسميت في بطولة أخرى لأطبحت بطولة مستوى كرة القدم بطولة قاسب القبط الجبريقية على مستوى كرة القدم ما ينقل يحفن للرقم الثاني بطول ديها أربع مرات هي على مستوى برضي كرة قائرة الآن يحفن للرقم الثاني ست مرات قبل توقفها وتحدثها في بطولة أبطال الدور فالصولة واحدة هي دورة أبطال الدولية الذي لدي عجل رقم جاسي لها باربع تشر بطولة يعني من داخل هذا الرقم أيضا 6 مرات لأبطال القبط هو أعلى رقم من داخل الرقم أيضا 7 بطولات عربية هو الرقم الأعلى على مستوى الوطن العربي كله لا يشتري أخر هذه بطولة عربية 7 مرات هو أكثر صحيح هو مع رقم قياسي هذا العدي كم رقم قياسي كده بقى دكتور يبقى أولا الواحد وتباين لقم بأعلى رقم أيوة 33 بطولة للدول بأعلى رقم هذه اتنين كاس مصر واحد وعشرين أعلى لقم تلاتة أربع رابع خامس ستة ستة وهو الأقب لقم بطولة العربية سبع ألقاب سبع ألقاب أو سبع أرقام قياسية لكرة الطائرة الأهلوية الزبط كده منها اللقب العالمي اللي هو الواحد وتبانين لقب يتفوق به على كل أندية العالم حظر للبطولات في الألعاب الجماعية ما شاء الله بس لما نصدنا بقى عن أرقام بالضبط وهو في دفقة وبدرافة في كون لقرارات العالم تلقى نادي العرب السطري واخد 73 لقب نادي عاوك الكرواتي واخد 60 لقب نادي أولمبيادو اللي هو كان مصدور أبو كده أنه هو جاي اليوناني زمانك التساعتاشر أربعين لقب والأهل الأول واحد وتمانين لقب واحد وتمانين لقب دكتور طارق يعني والله يعني مزيدا من التدقيق حتلاقي كنوز للنادي الأهلي لأ حنتكلم على البست بلير أو اللعب الأفضل في تاريخ الألعاب الجماعية بقى أيوة ده بقى الراجل ده لو تبعت عن أرقامه ده يستهل أنت تركله على جنبه وتنزل من العربية كمان أنا راجل على جنبه كده أنا أقول لك أديه إجاز الرائع العظيم الخالب أحمد صلاح أحمد صلاح في التفتان عملته أنا شخصي أه كنت قد بي حصار واحدة معي جزينا على جنب كده الوعدة أي التفتان بأفضل الباعد على مستوى ذات النعبات ده الجماعية من تاريخ كل مقابل يعني أمسك الأول الطايران في تاريخ اللعبة مين؟ الإنسان في تاريخ اللعبة مين؟ اليد في تاريخ اللعبة مين؟ ففي نهاية انحفرت المناتزة بين معيش لهم عمل أعلى تجاهد على مستوى لعبته بالتاريخ وكانت نفسها حتى الأمطار الأكثر لهم موجودة في أسراع على من من هم يحفظ لقب أفضل بعد نعمة بعيدة داخل الثلاث في التاريخ مصر وقتها في التاريخ مين ومين أحمد صلاح ومين أحمد صلاح لعبة تانية أحمد الأحمر لعب الزمان في كورة اليد لعب الزمان في كورة اليد لعب الزمان في كورة الوطن تمام يعني لو عادينا نلخص نقول إن كابتن أحمد صلاح هو أسطورة الأساطير أحمد صلاح أسطورة في الضر المنافسة التنائية بينه احمد صواه عمل 53 لقب من مفرد سلاعة سوا مع الناس او على الاسيال احداك مختلف هو يحترف روسيا واحترف آآ بركيا او مع المتحف وطن 53 لقب ايه الصراع اللي بينه من احمد وحمر احمد وحمر انا احمد وحمر عنده 47 لقب مع النادي والمنتخب والاندية الاحترف فيها واحمد صلاح عنده 53 لقب بنفس الكيس اه احمد صلاح معظم عنده 13 بطولة للدوره احمد صلاح عمل 13 بطولة للدوره احمد صلاح عمل 13 طولة للدوره ان نضح فيه خط اني نازل احمد صلاح حامل فرصة بيت احكيش ان ماشي تنال الاسباب. ثم كلتاشر بطولة ايضا مثبتان. تنالتاشر دول. وتنالتاشر دول. وخد سبع بطولات. الانبية عبطان الدول. على فكرة. بس. خد بطولة ماعب واحد. خد بطولة افريقية اللي عبطان الدول. في مصر ده. ده بتعالى بطوله. الا احفر الثلاث. سبع الاسباب. وكتة الاسباب. بطولة. بطولة عربية. يعني اذا قال خد سبع الاسباب بطولة عربية. وده لقبتان. سبع واحد. واخد بيت افريق. وفي بطولة اوروبية. بطولة الاوروبية اللي هي. دي قبل. ده هو بطولة فهبا للانبية الافضاء. خد بطولة ايضا مثال التنالتاشر. وبطولة ايضا مثال التركية. وهو محترف التركية. خد في موسيب التنالتاشر التنالتاشر. يعني كل كده من الالقاب اللي مع الاسباب. واحد واردئين لقب. بينهم سبعة وتباسين لقب. مع الانب واحد. مستهد مع الانبية بقى اوروبية وانبية واحدة. هو احترف عربية بطولة. خد معهم دور. افريق. طب في المزاق. اه. مع المنتخب صلاة. ده ست بطولة رقم ده. ست بطولات كتنجة كان سمم التركية. لم يحقق. امتاز مستخب. ست بطولات تتجل. شأس السمم التركية على مستوى كل الاعداد. الا الكرة الطائرة. ام. ولكن يكن توجودة لاعب واحد. تنعب مستخب الوطن. لكل المدرات السفة. الا كمين. والدنيا انتبه انتبه انتباه. احمد صلاة. وعبدالله. 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 كمان الاستورة الواحدة. او معهم ده. وصولة لدور الالعاب البحر المتوسط. وطوق فيه الآبريت كانت انتبه هي دور التالعاب الاتريفية كانوالافينẫn تابعة. وعندهم كمان ثلاث spunkerات عربية. على سواة ضو ringing الالعاب الار syllable. تجمع دول اللي بتاعه السناشر. فجلة الواحدة والمشرة مع الالبين. يطلع الثلاثة وخمسين لقص للعصص الصلاح. يتصدر فيه من العالم. وربما كان وربما كان الانجاز صلاحة أحمد صلاحة دكتور طارق إنه في معظم البطولات اللي شارك فيها تقريبا بياخد أحسن لاعب أو بينافس بقوة واحد أحسن لاعب 14 مرة 14 مرة 14 مرة وده برضو رقم قياسي ولا في حد بنفسه فيه حد بخد أفضل 14 مرة لقد أحسن لاعب ده غير إيه بقى كمان 8 مرات هو أحسن بهارة معينة فاعد أحسن مدال فاعد أحسن ضارب يعني في البعارات البخرى يجمعهم اطلعوا من وقت هو من أحسن يباعدين بأي بطرات وده رقم قياسي أقر وده ما حصلش لأي لعب في أي لعبة جمعية في العالم حتى أحسن دعيب العالم يمكن يكون طلع مثلا ثلاث مرات أحسن دعيب فصولة عالمية بعد بلد ومسلا خمس تت مرات لكن ده فيه أقرب رقم هو 16 في لعب روسي كمسكم إيبانوب ده كان بيلعب في بركز ثلاثة وكان لعيد مميز جدا خد 16 مرة لأهاء مهارة بأحسن ضفة أو أحسن استخدال أو أحسن أي مهارة تانية أو أحسن لعب أحمد الأحمر وهو صاحب إنجازات كبيرة برضو في كرة اليد ما سبقش لوف الأنديال اللي احترف فيها أخد بطولة دولة أبطال أوروبا خد خلي بالك أحسن نتكلم على إنه هو أحمد صواخب دولي أبطال قربة مع الداجل كان مختلف رسل لكن خد كام مجبوعة ككل أه هو أحمد الأحمر ككل في كل المطاعة على الزمال 47 وصلاح 53 شكر كل شكر ليك وهل على مينة دكتور في أي مقارنة في الميزان النسب بين كرة اليد وكرة الطايرة يعني إيه بالتأكد حجم شعبية اللعبة حجم تأثير اللعبة حتى القيمة التسويقية للعبة لا هو بص عشان بنقارن بالتأكدين مختلفات إيه في كرة اليد هي لعبة أكثر شعبية في بعض الدول أيوة كرة الطايرة أكثر شعبية في الدول أخرى بس الدول الشعبية للتأكدر أكثر شوية ديه من كرة اليد مركزة أكثر في أوروبا وفي الدول زي عندنا كده مثلا لما تروحوا البرازيز أمريكا اللاتينية الطايرة عالية أوي فيها طبعا أه بالطب في حجم انتشار اللعبة وقيمة اللعبة الطايرة أشمل بالضبط المجال الجوي بقى بتاعه شاكرين جدا يا دكتور أسعدتنا وأثرتنا بالمعلومات وقبل ما نطلع فاصل بس عايزة أقول كلمة للدكتور طارئ لا الدكتور طارئ شاكرناها شكرا جزيلا يا دكتور طارئ وعايزين نتحرك بالعمل شكرا جزيلا لكن عايزة أقول أنهم بالتأكيد على قد فخرنا إحنا كأهلوية بالنسطورة الأساطير يطلع من نادي لالي الكابتن أحمد صلاح لكن أيضا إحنا كمصريين كلنا علينا نفخر أن التنافس مع لعب مصري أخر المنافسة كانت بين لعب أحمد الأخمر وأحمد صلاح أحمد صلاح في اليد هو لعب كرة اليد حقيقي حساب ده إنجاز مصري كمان مصري زي ما تيجي تقول الأهل والزمالك في فكرة القادم أو الوصيف حتى لحد النهاردة في مجمل في الواحد وعشرين لأ لكن في المجمل الأهل والزمالك ما زالوا هم اللي بيتصدروا فشي رائع أنه يبقى أحمد صلاح وأحمد لحمد فخر المصريين عشان ما نعودش بقى نتكلم مع بعض نلوم بقى إحنا بس إيه إحنا ليه ليه نورنا على الكلام ده لأن لما يخش لعبة في مواسوع الجنس لازم الناس تاخد حقها وحنعمل مرة جاية إحصائية لكابتن برضو عبدالله عبدالسلام هنجد عنده أرقام تقترب من هذه الأرقام والحقيقة ده كمان استحق معها حسب الموقع الرسمي للنادي أنه مجلس إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب قرر إقامة حفل تكريم لفريق الكرة الطائرة بعد مداخل موسوعة جنس للأرقام القياسية وده في إطار دعم مجلس إدارة النادي لكل الفرق الرياضية مؤخرا مجلس الإدارة كان كرم فريق كرة اليد بعد ما فاز بكأس الكؤوس الأفريقية وكرم كرة السلة بعد إحراز البطولة العربية وكمان لكن أعتقد قبل ما تطلس أعتقد الصلاة ملوك الطائرة محتاجة تكريم خاص لكن لكن عايز أقول لك حاجة الأسبوع ده عسل مصطفى عسل مطلسكواش بيكسى بطولة أمريكا في السن ده لا عمل برضو حاجة جامدة وانا شفت له برضو الحوار بتاعه كان مبارح ضيف برنامج الأبطال في القناة مع كابتن خالد العود خالد العود أو مع كابتن هيسم السعيد هيسم السعيد هيسم السعيد لكن انت بتتكلم في إيه بقى ده عنده 18 سنة بسم الله ما شاء الله على قوامه وعلى شخصيته وعلى تحدياته هانا جودة عمالة تكسب في كل مراحل السنية حتى السيدات تينس الطاولة كله انا اكلمك على ان في نمازج فردية في النادي الاهلي منورة جامد جدا جدا الفترة اه يعني الانجاز مش على مستوى الألعاب الجماعة حتى على الألعاب الفردية اللي حاصل في تينس الطاولة وعمر عصر في النادي الاهلي يستحق كل التحية واتتصل خامس توكيو والعشرين على العالم صحيح بيتقدم بشكل مرعب يعني احنا هنفضل كده ندور في تاريخ الألعاب الفردية وجمعية هنلاقي حاجات محدش عرف عن نادي الاهلي كنوز معلومات حقيقية وابطال حقيقيين يستحقوا كل التوقف امامهم عشان هم دول النمازج الذي ينبغي ان يتأسى بها شبابنا ده كان الالهام او النموزج الملهم وهو النادي الاهلي وشفت بجرامي ازاي استلهم النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي وكانت الايقونة ايضا ابراهيم حمدتو هذا الايقونة المبدع في تينس الطاولة اللي ازاي قدر يهزم اعاقته واصابته ويقدر يلعب تينس الطاولة بسنانه عشان كده كان هذا الكلام عن انه مفيش مستحيل فريق الكرة الطائرة للرجال في النادي الاهلي اللي دخل موسوعة الارقام القياسية العالمية بالارقام كواحد وثمانين لقب شفتوا مفرداتها مع الدكتور طاري الادور وفي ثانية هذا الرقم عنده سبع ارقام قياسية تانية وفي ثانية هذه الارقام ايضا عنده اسطورة اسطورة اسطير الالعاب الصلاة على مستوى العالم احمد صلاح بمية واثنين فوز متتالي لفريق النادي الاهلي اعتقد انجازات تخليك تفخر انك اهلاوي واتبعنا بعد الفصل اهلا بحضرتكم من جديد بعد ما شفنا ملوك الحياة اسطير يمكن حتى لفظ اسطير وملوك استهلكت من كتر استخدامها لكن دخول فريق الكرة الطائرة للرجال في النادي الاهلي الموسوعة جنس للارقام القياسية فعلا يستحق معاه كل الاوصاف ودخول احمد صلاح ليكون اسطورة اسطير الالعاب الرياضية عمتا على مستوى العالم يستحق عليه ايضا كل التحية والتأدير والاهتمام هو ده النموذج الكبير جدا بجد لكن يبقى هناك كلام كثير بي بعض بعضمة لسانه بند يفتح ابواب جهنم هو العياز بالله ربطة الاندية المحترفة مشكورة بدأت مهمها في تسلم مسابقة الدوري حطت الجدول عملت مؤتمر صحفي او مؤتمر لاجراء القرعة باحد الفنادب بشكل شيك اوي استخدمت ودعت عدد من كبار النجوم المشاهير في اللعبة عملت شكل كويس حتى انه كابتن احمد حسان ميدو وهو بيسحبه القرعة طلع رقم واحد طب مين اللي يطلع مين اللي يكون رقم واحد لما سحب طلع الاهلي هو نمبر ون فان طيب بإذن الله فده كان فان خير بإذن الله تعالى انه يكون الاهلي هو الاول بييد ميدو وده حتى كابتن اه بييد ميدو مش بييد حد تاني ولعله شاف بقى الكلام اللي كان بتلقص فيه كرة ساعة وكرة سخنة اسألوا ويدو على الكرة الساعة والكرة السخنة في القرعة لكن شفت القرعة وشفت ما أسفرت عنه وشفنا ربطة الاندية المحترفة اعلنت حتى عن شروط المسابقة وعلى ليحتها فيه تفاصيل كتيرة هنوقف عندها لكن الحقيقة كان فيها بند ده اللي بنقولكو عليه بند يفتح باب جهنم واذا لم تتمكن او تهتم الرابطة من دلوقتي لشرح ده لا ده فعلا هيثير جدل كبير مهم جدا قبل ما نقول يفتح ويغلق الشرح هو اللي حيقول لنا بالضبط ليه تخيلوا انه بعد ما المباراة تخلص وبعد 48 ساعة زي ما تقال في خلال 48 ساعة لو الحاكم اعترف 72 ولا 48 48 بيقولك ابقت اللائحة الجديدة على المادة الخاصة باعترف الحاكم بخطأه في غضون 48 ساعة من المباراة المادة بتقول ايه اذا ثابت باعترف الحاكم في خلال 48 ساعة من المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجاتها بقرار لجنة المسابقات وتعاد المباراة ده فعلا اللي هيفتح ابواب الجدل الكبير لا هتيفتح في حالة واحدة اذا لم يشرح وتضبط اذا حب حد ياخدك في سكة الجدل هو بقول لك البند بيقول اقراء تاني كده يا سيد إبراهيم طيب البند ايه هدفه لا يفتوى الكابتن احمد الشناو الخبير التحكيمي الكبير على الهاتف كابتن احمد مساء الخير مساء الخير يا كابتن إبراهيم مساء الخير يا بشمان تعدلي ليلة سعيدة عليكم ان شاء الله هو بند طبعا تخلي كل موسم وانت طيب في البداية وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليه بوسي عايز لنقول لحاجة ان مباراة كرة القدم كابتن لازل نستعرف انها تلعب بواسط تلعب بقانون كرة القدم القانون بمعنى ان النهاردة القانون اللي بينظم المباراة في الملعة لكن لائحة المسابقة هي بتنظم المباراة والعقوبات شرط اللي تخالب قانون اللي يعني يعني ما تقدرش لائحة مسابقة في المباراة في أي مسابقة في العالم كرة القدم تلعب كرة القدم اللي هي في 11 النتيجة تقول مثلا اللعب لياخد المباراة ما تقدرش يعني شرطها ما تقدرش تلعب اللي اللي تلعب في المباراة اللي بعدها اللي هي قانونية المباراة نفسها القانون هنا بس لكن لائحة المسابقة لما تنص لما تجيب النص بتاع القانون ده تحطه في اللايحة ده مش خطأ أولا أنت بتتكلمه فيه صحيح حيث التفسير بتاع حاجة نقول عليها اعتراف الحكم وهو ده 48 ساعة مثل ليه لأنه المفروض الاعتراف لابد أن يكون من الحكم في تقرير ملاصق لتقريره المباراة أو في داخل تقرير المباراة بمعنى أنه لابد أن يسلم تقرير المباراة عقل انتهاء المباراة في خلال ماكسمم 48 ساعة خلاص يبقى إذا النهاردة البند ده لم يخالد القانون طيب إلا إذا كابتنش الناوي صد إلا إذا أنا كتبت تقريري وبعدين رجعت اتفرجت على مهلي وسمعت السيديات التحليل وردود الأفعال ورجعت نفسي فرجعت اعترفت بالخطأ هل دوارد بعد ما تكتب التقرير ولا إذا كنت كتبت التقرير باش مهندس أنت قصدك تقول أن أنا روحت البند أيوة لقيت أن فعلا رفل الجزاء وأنا ما حتبت لا ده مش مخالف القانون ده تقنية أنا هنا بقى هناك لحاجة أنا لو أنا حكم بس اسمح لي بس أقول حاجة بس أقول حاجة بس بعد ذلك نحضر فهو النهاردة تقنية البار الموجودة اللي في الملع النهاردة البار ما بيشوف ركلة الجزاء صح وليحكم ما شفت هشوفت حسابتش هل معنى كده أنه ممكن بعد المات لجنة الحكام ما ده نقدر تقول أن هناك ركل الجزاء لم تحتسب موضوع اللي بنقول كابتن شناوي لا أنا مش بكلم في كده طبعا دي دي أخطاء تقديرية شفت ما شفتش الكلام ده لكن احنا بنتكلم هل هل أنا حكم هو كتب تقريري ولم أشر إلى حدوث خطأ قانوني وروحت البيت اكتشفت أن أنا عملت خطأ قانوني إيه هو الخطأ خلم الحقي بعد مكتب بعد مكتب التقرير يعني إيه هو خلي بالك خطأ قانوني في عدم احتساب لعبة إن أنا مثلا في نعيب البيت وانظارين ومترطوش أي ومثلا دي هنا ده هو ده الخطأ اللي إذي أستوجب مثلا ده اللي ميس خانونية المباراة نفسها نفسها نفسي أنا فهم أستاذ ابراهيم أنا بتكلم على 48 ساعة دي اللي احنا بنقول حتوب باب جهنم ليه أنا الحاكم هو مخدت شبالي وطلعت وكتبت تقرير وسلمته روحت البيت لقيت كل الناس بتقول إزاي ده حصل إزاي ده حصل إزاي ده حصل خلاص 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 فبعد ما يقول إزاي ده حصل هل من حق إن أنا أرجع تاني في خلال 48 ساعة أعترف بخطأ ولا كتبت التقرير خلاص لا أولا يعني يعني يا كابتن أصل ده حدد اللي بالك يعني بمعنى المباريات كلهم يا كابتن جاوبني بس على السؤال ده من غير شرح يقدر يتدخل في التقرير بعد تسليمه يقدر يراجع نفسه ويعدل تقريره يعدل ويبعد تخريب منتصل آه تمام بس هو ده اللي بنسأل فيه كذا 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 بس لكن لكن ما يوجب الإعادة يعني هو مبدئا زي ما حدك لو أنا فهمت صح أنا اعترفت إن أنا كان فيه الكرة ما عدتش الخط بس لما تفرجت لقيتها عدد مالهاش ما خلاص لا ينظر إليها لقبل التمانية واربعين ولا بعد التمانية واربعين ولا أي ولا أي شيء ولا أي شيء شفت فيه ضربة جزاء شفت فيه لعب كان يستحق الطرد كل ده ولا شيء لا شيء بالضبط لكن تطبيق القانون اللي هو نادر نقول قانونية المباراة فجأة اكتشفت إن فيه لعب أنا ديته كارت أحمر ومخرجش بالضبط لعيب خد منظرين ما اترطش أو المباراة لبعض الوقت أو لأي وقت لعبت بكورتين مثلا يعني الأخطاء مثلا هو بينفز ركل الجزاء عادة وكاتب تحتصى بركلة حرة مباشرة غير مباشرة طبعا ممكن أدي لك أدي لك مثلا لمخالفة القانون ويصير جدل في ماتش المحلة خلي بال حضرتك بس لحظة واحدة بعد إذن حضرتك بس أقول لك بس أقول لك هاي حاجة هاي ده خطأ في تطبيق القانون إن أنا لاعب انفرض وتم إعاقته وتمسك والحاكم قال play on والفار ما نبهوش بعد ما راح شاف يقدر إيجتي بيقول لك أنا ما طبعتش القانون هنا لا 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 كل ده ما يندرقش تحت الكلام ده كل لأن ما يندرقش تحت قانونية المباراة إنما يندرق تحت إيه بس كابتر لبعاد لذن حضرتك حساب الأخصاء من عدمه الحكب حسن أو ما حسابش ده شيء لا يستوجب عادت المباراة ولكن أنا بتكلم في تطبيق قانون يعني إيه يعني النهار ما يجي مثلا بنافذ راكل الجزاء يجي لاعب بيعمل عمية الفن المفروض دخلت المرمى ما دخلتش بقنات لحر غير مباشرة وانظار هو النهار ده الحكم دخلت المرمى مع يده وجاد جول وخبالك هنا ده خطأ في تقضيق قانون أيوة فالبطة عاد المباراة أو أو لعب الكرة من 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 مسافة أقرب من نقطة البنالتي لا اللي هي الحت الدخول والخروج والعشر كل ده ما يعملوش دعوة لأن ده ما ما يخش لكن خلنا في التطبيق للقانون هي أهم حاجة التطبيق القانون أهم لا 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 ده هنا بقى دخلنا في خطورة شديدة يعني في ضربات الجزاء كويس نكيبت المثل ده كابتن أنت بتقول مثلا مش من حقك تهوش توقف وترجع تكمل ما أنا أقول لحضرتك على حاجة بس لحظة والنبي بس عشان جاوبني بس على قد فهمي طب أنا جات ألعب القانون بيقولي ما تهوشي مش كده اللي هو الفينت إن أنا أعمل أجري واقف وارجع أكامل ده يعتبر خطأ في تطبيق القانون طبعا طيب القانون بيقولي للجون أنت حتوقف على خط المرمى كويس اتحرك لازم برجلة تكون لمسة اتحرك برجلين لتنين ده خطأ في تطبيق القانون لا ده ملوش دعوة ليه لأن ده هنا لازم الحكة ما تشوف لا ما شفوك ما شفوش أو شافهم وما تمش لا هنا خب بالك إن أنا ما شفتش رجلية على الخط ومش الخط دوارد لكن إن هو يعمل فينت وأنا ما طبقش في القانون دي حاجة أنا عدده مش عيف زي كما دي زي دي كما الاتنين زي بعض يا كابت لا لا يا كابت أنا أخلي بالك كتاب فينت السويدي طب دلوقتي في اللعيبة كلها مثلا بتيجي تعمل إزاي يحجي الحجلة كده الحجلة دي تستوجب يعني سياء يا باش مهان امعني كان الفينت زمان لو القرى دخل لو اللعيب يعمل فينت وتخش المرمى كان بيعيد ويديه رزار ما دخلتش بيستعنى براكلة حرة غير مباشر ورزار كويس دلوقتي قالك لا دخلت ما دخلتش تعقبه براكلة حرة غير مباشر وانذار طب لما خدش الانذار مرمى بعد انه ارتكب الفين ويعيد الراكلة يزا خطأ في تطبيق قانون تخدت بالك يعني لو الحاكم حارس المرمى تحرك وما خدش انذار ده خطأ في تطبيق القانون لا ما شافوهش الحاكم ما قول بار ما قول بار ما قول بار ما شافوهش والحاكم ما شافوهش قاس انتهى انتهى الامر زي بالظبط احتساب فاول من عدم اه يعني خلي بالك الامور دي كلها طب هو في الحجلة مسألة اللي بيعملها ممكن يعتبرها ده مش فنت ما لعي خلاص مش مشكلة ما خطأ في تطبيق قانون انت بتقول حضراتك انا اجاب سؤالي بقول لو عاقب المنفذ على الفنت لازم انه ما دخلت المرمى ما دخلتش هيعقب غير مباشرة وانذار ما ينفعش يقيد الركلة انت انت تقصد تقول مش انهو عمل الفنت لو عمل الفنت احتسابها ما علوهوش مشاكل لكن لو هو عادها لازم يديني انذار هيبقى هدف تفين يعني انا عملت الفنت ها والحاكم حسابها ده مش خطأ في تطبيق القانون لكن لو هو عادها لازم يديني انذار لما دانيش انذار ده خطأ في تطبيق القانون ما لا مش لا مش مش مداش انذار كل ده مش قدت مداش مباراة انما انا بتكلم لو عمل الفنت ودخلت المرمى والحاكم اداله انذار وبعد تنفيذ الركلة تاني ما خطأ في تنفيذ اه لو اداله انذار هكين الحاكم بيقوله انت غلط وعاد تنفيذ الركلة ومنافس اه هو لو زي بالظبط زي اه فهمت انا كده لو خاد الانذار ومعدش الركلة مش العكس اه اه مش لو عاد الراكلة وما دالوش انذار لو خاد الانذار ومعدش الركلة ماشي ماشي لو عاد الراكلة الجزاء هنا يعتبر خطأ في تنفيذ القانون انا عايز بس تقول حاجة مهمة جدا اي اه فيما يخص اعتراف الحاكم اه عشان اديكم نافذة تاريخية كده سريعة للناس اي اه ما فيش مرة في تاريخ كورة القدم في مصر هنا حصل ان حكم كتب قال انا اخطأت في كذا وكذا اه 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 مرة واحدة مباراة في تاريخ سنة والسويس كان حكم المباراة الراح الرجل الجميل المصطفى كامل منصور الله يرحم الله يرحم وعش ليه الكورة في يا لعيب ينتكب مخالف على خط المنطقة اللي هو الست ياردات من لعب السويس ضد لعب التاريخ سنة وهو يصف الرجل الجزاء الكورة دخلت المربع تطول الصفارة وكناها بايت هدف اه زي كبار دخل شوف بقى الامان اولا ما فيش تعيبة اعترض اه بس للتاريخ يعني ما فيش تعيبة هو دخل غرفة فلاك لا صمير ما يسمحش هو انكاتب بتقريره الوابع كده كده اننا صفرت بالخطأ قبل الكورة ما تدخل على فكرة دي حصلت في ماتش للأهل السنة اللي فاتت قالوا لهم تعاد المباراة تعاد طبعا لانه صفر ويعتبر وقف اللعبة مع الصفار دي حصلت في ماتش للأهل السنة اللي فاتت اه يعطون بتاعت محمد عادل والحاجات دي كلها طيب انا معاك في الكلام وما تعادتش المباراة ملا عشان كانت النتيجة الصالح النادي هل الحكم اعترف هو ده المعيار لو كان اعترف كانت اتعاد على طول لو اعترف لو اعترف النتيجة لصالح الفريق اللي حصل مع الخطأ تتعاد ولا خلاص ما استفاد من النتيجة سؤال سؤال جميل لو كانت الخطأ ده أثر في نتيجة المباراة أثر في تأثير في نتيجة المباراة الإعادة وقوبية لكن النهاردة اضرد ان انا اللعيب اللي كان كذا ولا كذا وفرقتي خطرت عدتك الماتش انت تكسر تاني ليه اذا نهاردة الإعادة لابد ان يكون هناك خطأ أثر في نتيجة أثر في النتيجة ويكون الفريق استفاد من هذا الخطأ الذي كان عليك اذا انت معانا انه البند ده محتاج يتشرح بشكل كافي لكن انا عايز اقول على حاجة انا مبتوط ان هم حطوا البند ده في لاحظ المتحدة عشان الناس تعرف برضو انه برضو انا عايز اقول لك على حاجة من خلال درنامج المعرفة او الدراية او الامام بقانون كرة القدم سواء على مستوى اللاعبين على مستوى الجهزة الفنية انا شايف انه ضعيف جدا ضعيف ضعيف ممكن نلخص عشان الناس احنا طولنا في المناخشة اذا الخطأ يجب ان يكون خطأ في تنفيذ القانون ثانيا وليس خطأ تقديريا بالضبط ثانيا يجب ان يعترف به الحكم ده اكيد ثلاثا ان يكون مؤسرا على نتيجة المباراة لا ثلاث شروط دول كده صح خلال 48 ساعة المنصوص عليهم اذا خطأ في تطبيق القانون وليس خطأ تقديري ثلاثا ان يعترف به الحكم خلال 48 ساعة ثلاثا لا يكون مؤسرا في نتيجة المباراة لا يعني عشان تعيد المباراة لازل يكون فيه تأثير طبعا معنا بتكلم على عادة المباراة طيب ما اعترف بالخطأ والخطأ ده ما استفدش منه الفريق اللي صالح الخطأ خلال عشان المباراة ليه معنا ما اعتقدش انك يعني يعني المغ تتكب في عادة المباراة طيب كابتن شنوي احنا داخلين على المسم الجديد لجنة حكام جديدة واسمعنا كلام كتير على تطوير تقنية الفار سواء على المستوى البشري او على المستوى التقني انت حضاك كواحد من اهم خبراء اللعبة شايف الموضوع ازاي والله انا شايف هم التي زودوا عدد الحكام اللي هما ياخدوا الرخص المعتمدين زودوا العدد وده الشيء اللي يبقى عندهم طبعا رحية في الاختيارات والتعينات الحاجة الاهم برضو اللي انا عايز اقولها كابتن ابراهيم ان الناس معتقدة ان تقنية الفار يعني معناها زيرو اخطاء وده لا مش موضوع لو انت شاهدت في الدور الانجليز انا مش عايز اقولك لعبة راكل الجزاء كان الماتش بتاع المانزن سيتي و ساوس هامتون او حاجة زي كده راكل الجزاء واضحة مفيش بها خلاف والفار جابه هو حسب راكل الجزاء لها خلاف عليها وبتاع رونالدو لجنة الحكام في انجلترا طلعت بيان ان يفير ليه راكل الجزاء انا عايز اقول ان اذا ارادنا ان يكون لكن هولفار يتقلل عاد ما نقدر هو هولفار لتقليل الاخطاء وليس لزير الاخطاء لا 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 لسبب هولفار لازم يجيب الاحداث يعني اما تيجي كورة تتحسب ضربة جزاء ويكون يسبقها فاول لصالح الفريق الذي احتسبت عليه ضربة الجزاء ويتقال اصلا الفار ما جاب ليش اللقطة اللي تسبق دي في عشر ثانية فما تكيش تقول لي ان الفار بي حاجة لان ده خطأ اصلا شوف احنا كنا نقول الحكم معظور لانه ما عندوش وسائل انه يعمل بالتصوير للبطيق والكلام ده لكن الفار عندو فما يجيبش وقعة ويتجاه الاخرى في حين ان فيه ماتش تاني الكورة من ماتش المقاولين من ملعبه جاري للملعب التاني وجابه الجون وتلاغ تلاغ انه كان فيه خطأ على لاعب المقاولين في ملعبه برضو بشوان سعاد انت بتتكلم في حاجة برضو لا تنسى الفروق الفردية يعني مش كل اللي يقعد عن فار كفاءة الحكم اللي قال اللعبة يعني دي حاجة فيها كفاءة يا كابتن ان انا لعبة اهي واحد لعيب والتاني نط جات في ايد لعيب حسب طا ضرب الجزاء دي كفاءة ايه ده لعيب مزقوق وده لعيب لمس ايد فين كفاءة هنا كابتن عاد اسألك سؤال قبل تقنية الفار بس اسألك سؤال ممكن انا عايش بس حاب يطلع يعترف وانتو بتقولوا الحكم بشر والبشر خطاء خلاص يبقى لازم الحكم اللي يغلط مثل هذه الغلطة يحاسب والناس تفهم مو عاد بقى ده لا يا كابتن شناوي والله لا يمكن يستقيم الحال وانحنا بنبرر للناس والله انا عايز اقولك على حاجة يعني الكابتن في السنة اللي فاتت العدد كان عنده ألال جدا هي ما لهم العدد دي لانه النهاردة ما عايي يجيب من ايه يجيب ايه يجيب ان واحد شايف واحد يجزع يوم يقوله اصلا ما جبتله دي وجبتله دي نتمنى نتمنى ان الفار يحقق العدالة لانه درجة من درجات التقاضي يعني عقوبة الحكم في الملعب اخطأ برضو هنالك عقوبة على حكم الفار اذا اخطأ وده دي عدالة وده امر وارد لان البشر يعني ما يجيش البشر ايه يعني مش عايز اقولك قدام عين اكو مش شايف فمش عايزين ان احنا نقول ان الفار لازم نجيب كل حاجة لا انه لو جابت 90% 80% كابدا هل الحاجات الصارخة يا كابتن الحاجات اللي كل الناس شايفاها كابتن عادي ما اختلفتش معاك بس احنا خلاك لما يجي تقيس على كل الدوريات حتى فقربة فيه العاب برضو يعني واضحة وما بيجي ماش البار بس هما برضو يا كابتن يا كابتن شناوي بيجتهدوا انه فعلا يوصل لأقرب نسبة من العدالة الكاملة يعني انا مش عايز فكرة انه حتى في الدوري الانجليزي بتحصل ده ده يكون يعني مبرر عندنا رفع عليك كويس اقولت كده انا مش عايز احط العزر ده الحكام بالزبط اللي قال وكابتن عصام انه مش هتهاول مع حكم يخطأ سواء في الفار او في الملعب ايوه الفار اخطر لان الملعب معذور شوية لكن الفار على الفار او في الملعب يعني يعني ده الشيء اللي انا شايفه كويس وطبعا البدلات اللي زاد في الحاجات دي الحكام انا بعتقد يعني ادي الدفع كويس وانت معايا كمان كابتن انه اختيار الحكام مع الفار كان واضح انه بيبقى فيه علاقات متوترة شوية بين حكم الفار وحكم الملعب بيأثر على القرارات برضو برضو ما اخلي بالك الوقت خلاص الفترة اللي فاتت كان العدد محدود للوقت فيه سليكش يعني تقدر تختار عندك دخل افضل من 101 صحيح عندك فيه اريحية في الاختيار وتقدر تعمل المجميع يعني اذا نقول ان مثلا مع بعض وده شيء هيشتغل عليه وانا شايف ان ده شيء كويس ان شاء الله كل الامنيات للتحكيم بنجاح التحكيم بتزود المتعة طبعا بس ده هيقل الفرص التحليلة يا كابتن مش مهم مش مهم التحكيم ينجح بس ان شاء الله شكرا جزيلا وكل سلاح حضاك طيب يا كابتن انت ضايف اشكر شكرا شكرا جزيلا لكابتن احمد الشدناو الخبير التحكيم اللي اعتقد قال كلام مهم جدا قبل بداية موسم بنتمنى ان شاء الله فيه يكون العدل موجود بين كل المتلافسين هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم اهلا بحضاء من جديد الحقيقة بطل مصر بقى الولمبي الكبير عمر عصر بطل النادي الاهلي وبطل مصر في تينس الطولة بنشكره على المتابعة الحياة بعت لرسالة بيقول ان انا متابع وان انا جاي اجازة في مصر من 23 ل29 واتمنى اكون ضيف معاكم باذن الله اهلا بيه طبعا رجل يعني نموذج وقدوة وعمل مشوار هيل جدا ومن عائلة بتاع تينس طولة عريقة وصل لتصنيف غير مسبوق انت بتول كفر الشيخ اعمال بنقول لا دسوه بقى كمان معقل تينس الطاول طيب انجازات كرة الطائرة العالمية ودخولها موسعة الارقام القياسية مع انجاز الطائرة ومع انجاز اليد ومع الكرة بإذن الله تعالى خلت الزميل العزيز إبراهيم فايق يتكلم عن الاهلي في وجود مين نشوفه اوعد خاف على الاهلي وفي محمود الخطيب كما ادار كابتن محمود الخطيب ملف رحيل ريني فيلر بزكاء وبسرعة وبهدوء بالتعاقد مع بيتسو موسيماني فانت لم تشعر بانه الادارة بدت مرتبكة او ما كانتش مجهزة او ما كانتش عارفة اللي هيحصل ما تخافش على الاهلي في الحتة دي الاهلي بيدير الملف بقى ازاي بيديره بخلال خطة بديلة تم التحرك فيها ايضا كما حدث في ملف فيلر حال انه بيتسو موسيماني عنده الرغبة فالرحيل خلاص وما عندوش او لم يصل الطرفين لتوافق هيسدد الشرط الجزائي الادارة عندها مرونة شديدة جدا في التعامل مع الملف ده بشكل يحفظ قيم ومبادئ وحقوق وثوابت النادي الاهلي في الامور التفاوضية بالمناسبة لما بيتسو موسيماني طلب لعيبة اتجاب لعيبة اذا الاهلي عايز مين عايز موسيماني يا باشا حضرتك عايز احنا عايزين بس نصل الى ارض توافقية في المفاوضات اللي بيني وبينك دايما بقوله لك انه في الامور اللي لا علاقة بالتفاوض والمفاوضات تتغير في لحظة يعني هو ولفت في هذا الامر وده اللي همني رؤية الكابت ابراهيم في قدرة النادي الاهلي تحت قيادة الكابت الخطيب في مواجهة الازمات بالعكس ان يسبق الازمة بالحل ده اللي همني اما تفاصيل موسماني خلاص اتحسن بطلع أمير الأستاذ أمير وقال لك ما هو كده كده وقاعد لاخر الموسم والراجل عايز يعود وإحنا عايزين يعود وما فيش تعديل في أي حاجة في العقد وبعد الموسم هنبتدي نتكلم في هذا الامر يعني هو عنده تحديات وقال انا عايز اكمل يعني سلسلة نجاحاتي ومزيد من البطولات والنادي الأهل قاله كل الدعم ليك وجبنا لك اللي انت عايز يلا ورينا يعني هتعمل ايه زي الموسم اللي فاتت كده بإذن الله ونتدارك أخطاءنا اللي فيه وأتوقع موسمة ناجحة في موقات من الأيام بإذن الله وده نظام الأهل يا جماعة اللي خلى حتى كل السادة الأفاضل مسؤول الأندية الأخرى وقيادتها بيميزه بين لعب النادي الأهلي ومسؤول النادي الأهلي وقيمته ده رأي كابتن محمد مصرحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع الزميل سيف زاهر نشوف رأيه في لاعب النادي الأهلية أنت بتجيب لعيب 4 مليون جنيه لجمعك بيجيب لعيب 11 12 مليون جنيه في فروقات لكده لا في اللعيبة لا بس ألوز لا بس هي الحلوة أنت تجيب العيب من النادي الأهلي فأنت بشتري من النادي الأهلي فال البراند فأنت بتاخد كيف أنت بتشتري براند ما بتشتري كولة لعيبة وصل مفهوم بشتري براند بشتري بقى أنه البراند شغال كويس أو بشغال كويس أنت بتشري براند برضو نعم أشري لعيبة تشير لعيبة هش كده أخدتوا براند أخدتوا لعيب لعيب وكان رحظه سيء جدا حسام كان امتدى أنه يرجع وجات الأصابة اللعينة كابت عسام مع أخدتوا عشور بصراحة قائد في أي وقت محترم جدا 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 وأنا شايف أنه تربية النادي أهلي فعلا بجد اللعيبة تطلع من نادي الأهلي لعيبة كورة تختلف عن أي مكان تاني في مصر حتى الناشئين يعني ما بتوحد حتى تتكلم مع لعب ناشئ أو لحاجة عايز تجيبه ويدعم الفرة حتى إبراهيم حصل لك تربية النادي الأهلي ده كلام مهم جدا 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 لأن إحنا لما بنقول المناخ بيفرز الثقافة بتطلع منين بتطلع بيجي يقولك أن لعيب النادي الأهلي هو يعني ربطوا بالكلام بيبقى براند براند يعني حاجة مصنفة يعني حاجة هي الوحدة كده معتمدة لا يعني البراند ده اللي هو الاسم اللي هو بيعبر عن تمييز لوحده بالزبط له قيمة لوحده يعني يعني تيجي تشري عميص براند بيبقى تامنه في الاسم الفاليو بتاعه يعني ممكن تلاقي حاجات شبه بس البراند ده بتاخده على المصقر بمواصفات فهو قالك لعيب النادي لا ده حاجة تانية وطالع من ثقافه وده اللي بنقوله ابن المكان النادي الاه معني جدا بانه المناخ اللي يفرز لعيب يفرزه بمواصفات خاصة ولذلك هو لا يبكي على لعيب ما فيهوش هذه المواصفات فاللعيب يرايح من الدماغه مش هيرتاح في الاه الا بالمواصفات دي لكن هو لو كمل وطالع ابن المكان بطعم المكان بيروح اي حتة بيرايحها جدا لانه متعلم الصح والانضباط والحدود والحقوق وكل حاجة حالية ايه ومطلوب ليه ايه وعالية ايه الكلام ده كلام مهم جدا يأكده بقى الساد يعني العظيم محمد مصرح وقيادة جامدة جدا يأكده الاستاذ فارغ عامل اي حد تعامل في هذه الامور مع النادي الاهليب بيرتاح جدا انه ياخد من نادي الاهلي خد من الحتة دي طيب هل الحتة دي هي فيها اوضل منظومة انا بس عايزة ابسط كلامي لاني ساعت اه داي ايه يا جماعة والله جد مش يعني اما تيجي تقول ايه فلان خريج جامعة هارفورد الله هارفورد ليه لان هي هارفورد ايه اشتهرت بقيمتها بيتاخد بمعايير سارمة جدا وتطبق معايير سارمة جدا فتطلع لك واحد بمواصفات خاصة جدا فالاهلي هو هارفورد بتاع الكور طيب هل منظومة بهذه الكيفية وبهذه الضوابط هي الافضل ولا لا سوء لكابتن حمد صيدي ومعاها الكابتن احمد سليمان نشوفك الرأيهم ايه تعالى لك عايز ترد على ان افضل منظومة لدي الناد الاهلي طيب وحد يختلف عليها لانشي يختلف يعني لبس النجاحات في عمل كتير في النجاح موجودة في الناد الاهلي صح ما شفناش مشاكل بتطلع طبعا في مشاكل بس صغيرة مشاكل بتهد فرقة مش موجودة مشاكل ادارية مش موجودة مشاكل في الفرقة مش موجودة في الجهاز الفني فيه او فيه مسندة صح كويسة جدا من الادارة للجهاز الفني واللعبين اللعيبة لما تلاقي فين شقاق بين الادارة والادارة الفنية الادارة اللي هي كمجلس الادارة بينعكس على لعبة داخل المنع تاني اللي بيقوله كابتن حمد احنا لان مردد هذا الكلام من باب الزهو يا جماعة لكن من باب التأكيد على ان ثوابت النادي الاهلي وتمسكه بهذه الثوابت والكلام ده كله هي اللي قاله بجرامي اللي قاله السيد محمد مصلحي اللي قاله السيد فرج عامر اللي قاله المهانس فرج عامر اللي قاله كابتن حمد اللي قاله عشرات الناس حتى من المنافسين ساعة الجد يقولك الاهلي في الحده دي مختلفة هو احنا بنقوله زه لا بنقوله ايه عشان هذا الترديد لهذا الكلام بيبقى وكأنه تجديد للعهل ميثاق بنلزم به انفسنا والاجيال القادمة اسباب نجاح لا يتكمن في هذه الامور اوعد غيروها حفظوا عليها انقلوها وتمسكوا بيها ليس من باب الزهر ولكن من باب الحرص على ان هذه التقاليد اللي بتقوى بقى ايه بقى تقاليد هارفرد اكسفورد مش عارف ايه تقاليد المكان اللي الناس تقولك انت عشان تبقى تقدر تخش المكان وتخرج منه يبقى لازم تتمسك بهذه التقاليد وهذه الثوابت وهذا الكلام عشان تبقى بران مصنف مصنف زي ما بيقول الحياة ده مش اهم كلام قاله كابتن حمد السيد لانه في نفس الفيديو قال كابتن احمد سلمان كان معه ضيف فكابتن احمد سلمان كابتن حمد قال ولو حد ما اعتقدش ان حد ممكن يختلف فكان السؤال لكابتن احمد سلمان فكابتن احمد سلمان قال هو طبعا النادي الاهل المنظومة هيلة جدا بس انا بسأل سؤال وده دي نقطة مهمة قال هل لما الزمالك يكون فيه تلت مجالس ادارة وراء بعض فيه كل هذه المشاكل المادية وفيه 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 وياخد الدورة هل ده مش معناه ان هو افضل منظومة وهل لما النادي الاهلي فيه كل هذا الاستقرار وكل هذه الامكانيات ويخسن الدورة مش ده سؤال الحقيقة ده طرح مهم جدا قاله كابتن احمد سلمان كنت اتمنى او كنت اتمنى يبقى موجود في الفيديو لانه لبينما يبقى حماد الصدي قاله وفي النهاية هيبقى ده رأيك وده اللي انا عايز اقوله للجمهور ما تنزعجش من حد بيقول رأيه لانه اي حد يقول رأيه وممكن معلش باش مانش يقول رأيه هو شايف انه منظومة الاهلي او شايف بس خلينا احنا يكون لنا الحق في ان احنا نناقش هذا الرأي ليه هو النادي الاهلي بمنظومته اللي الكابتن الحمد ده بتكلم عليه والحق الحمد مصرحي بتكلم عليه خسر الدوري اه خسر الدوري او افقد الدوري لانه كلكم تابعتوا الاسباب اللي الاهلي بسببها خسر الدوري بس في المقابل لو حطيت الدوري كقيمة او كمعيار للاختبار في كافة وبطول الدوري ابطال افريقيا في كافة وبطولة كأس العالم للاندية في كافة النجاحات اللي النادي اللي قال لانه كابتن حمد بصدي قال له قال له ما قال له اذا كانت شارك في سبع بطولات ما كسب ستة فانت ازاي اخترت مفردة واحدة حكم رغم ما في هذه المفردة من تفاصيل الناس كلها شاهدة عليها لكن الاهلي باستقراره ومنظومته وبقدراته حقق ستة بطولات من سبعة يعني نتيجة السجن بتاعه ستة واحد اعتقد ده معيار كافي جدا للنجاح هكابتن احمد لكن لو عايز تتكلم في الدوري كمفردة لوحدها لا فيها كلام كتير قوي طيب سيدة افراهيم تاني وتالت وعاشر دائما يحاسب النادي الاهلي على ما يفقده من بطولات وليس ما يفوزه فيه فما تيجي تقولي الاهلي باستقرار وبقوة وخسل الداول احنا بنعتبرها مصيبة كونك تعتبرها مصيبة ان انا افقد بطولة هذا اعتراب منك ان انا استحقه كل البطولة ايوه فيوم ما اخسر بطولة بتتكلف اذا انت خسرت بطولة ايوه روح يا خايبة اللي جبت تسعة وتسعين في المية فانا الواحد في المية بتاعتي دي ولا العشرة في المية بتاعتي دي اهم من التسعة وتسعين بتوعك هذا معيار غريب جدا وما يعديش ما يعديش الكابتن احمد سليمان قيادة رياضية وممكن نلاقيه على قمة اي مؤسسة فاذا كان بيفكر ان اولا الزمالك نادي كبير جدا ولا يجب ان يعني يقايم انه كسب الدوري المفروض ان الزمالك كل شوية بيكسب الدوري كل فطرة من الفطرات فده مش انجاز جديد ولكن يفوز امتى بالدوري عندما يصبح الآلف هذه الحالة حالة الانهاج حالة الاستنزاف حالة الاستهداف طبعا كان مستهدف في الدوري مش عايز امناقش طبعا انما بطولة السوبر دي بطولة يعني هنقعد نتكلم فيها انك انت يبقى استحوازك حاجة وسبعين في المية وبعدين تيجي يعني وردة وردة انك انت ما تجيب وردة انك تخسر بضربات الجزاء ما هيش يعني ما هي ما يصحش تفخضها لان بالمعايير الطبيعية لو انت في حالتك كنت هتفوز رغم استحوازك ورغم لكن انا بتكلم على الدوري الدوري طبعا كلنا مش معنى ان انت كسبت الدوري انك تيجي تقولك يبقى هو المنظومة الافضل عشان بكل مشاكله قدر يكسب الدوري طبعا انت بقى لك بكل اللي فات 6 سنين ما كسبت الدوري يبقى انت 6 سنين اللي فات ما كنت المنظومة الافضل فبعد 6 سنين في النص اما تبقى المنظومة الافضل في وجه نظرك عشان كسبت الدوري ده يليق بقيادة رياضية انها تحط في الحزبان في تقييم الامور اهو كلامة قال كان واجب المناقشة فيها نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف من هم اغلى من الزهب عارفين ما تخافش على الاهلي ليه ما تخافش على الاهلي لانه كل هذه السنوات الطوال يتأكد انه طريق النادي الاهلي دائما وابدا وفي كل العصور مضاء ب الشموع الحمراء الشموع الحمراء اللي بيستنير بيها كل جيل بعد جيل عشان يوصل بالاهلي للمكانة والقيمة اللي انتو بتستمتعوا بيها عشان كده اعتقد كان هناك كلام مهم في رموز اغلى من الزهب مجلس هدارة النادي الاهلي مؤخرا او هذا الاسبوع برئاسة الكابتن محمود الخطيب اعلن عن تكريم اتنين من رموز النادي الاهلي الكبار كابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى وقرر المجلس اقامة حفل تكريم ومنح الاثنين القلادة الزهبية او قلادة الاهل الزهبية تقديرا وتكريما لمسيرة عطاء طويلة للاثنين باشوانتسو هو يعني تكريم مستعق صدف اهله الاثنين والطريف يعني ان الاثنين اصدقاء ايه وابناء جيل واحد تقريبا واحد في كرة القدم واحد في كرة اليد ايه وفوزوا بكل الالقاط لمدى 50 سنة في اعطاء للأهلي يعني لاعب ومدير كرة وادار وعدو مجلس وعدو مجلس دارة ومشرف واميس صندوق ونايب رئيس ثم رئيس وصاحب اشهر معالجات لاخطر ازمات قبلت في النادي الاهلي واشجع القرارات صحيح شارك الراحل العظيم الكابتن صالح سليم ايقونة الايقونات وهو كان صاحب قرار الواحد في بعض الامور وكان صاحب من 2002 ل2014 اكبر عدد من البطولات في تاريخ اي رئيس نادي صحيح الى الدرجة التي توق بعد ان ترك منصبه بفعل فاعل بالقرار الغريب اللي اخصى مجلس ادارة بالكامل من الوزير وقتها ورجع بعد اطلق القرار بس بعد المجلس ما ماشي هو حق الغرض وتخلص من كامل حسن حملي ومن معه وده كان الهدف ورغم هذا لم يهتز له جفن في اصعب الظروف وكرم من الاتحاد الافريقي كاحسر رئيس نادي على مستوى افريقي فان يأتي النادي الاهلي يكرم هذا الرمز بهذه الانجازات مسألة منطقية جدا 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 وحدثت فيه توقيتها وحسنا فعل كابتن الخطيب مجلس عشرين سنة متصل عشرين وهو حيكمل عربعة عشرين بإذن الله بشكل متصل مش متقطع آخر مرة بالتزكية يعني خلاص الناس بقى بصمتلوا بالعصر ما فيش غيرك لعد ما كابتن حسن مصطفى تكريمه معناه ان النادي الاهلي يقدم الكوادر مش بس على المستوى المحلي والإقليمي ولكن على مستوى الدولي وتاريخ ورموز الاهلي في التعداد من أول رحمة الله عليهم عاملين عمواهب العشري عبد العظيم العشري ربينا ديله الصحة الكابتن عبد العزيز الشفعي في لجنة المحلي والدولية رموز إدارية رموز إدارية ربينا ديله الصحة الدكتور عمر علواني في الاتحاد الأفريقي ولجان الاتحاد الدولي هذا كلام معناه ان النادي الاهلي يزخر بالكوادر والرموز النجاحة التي لا تثري على المستوى المحلي ولكن على المستوى الإقليمي والدولي يجي كابتن حسن مصطفى بقى الكومي أو الودي اللي بيقوش هو اللي عنده من الألقاب والمدد والنجاحات كرئيسة الاتحاد الدولي رحم غير مسبوك وما زال ربنا ديله الصحة ويمتعه بالقدرة على العطاء وصاحب البصمة في تطوير كرة اليد ونشرها على المستوى العالمي ثم إفريقيا تجد إن الجزائر كانت ثم مصر وتونس حاليا ثم مصر حاليا هذا معناه إيه أنه طور لعبة في إفريقيا بشكل حاسم وهائل جدا جدا وأهدى مصر أكتر من مرة بطولات عالم نشين وبطولات عالم للكبار وتونس أيضا نظامت مثلها دي البطولات العالمية فده راجل شغال للعبة بشكل غير مسبوك يستحق التكريم كابن من أبناء النادي الأهلي شرفنا وتشرف بنا ده تكريم لمدرسة الأهل الإدارية إنها تقدم للرياضة المصرية بل والعالمية قيمة بحجم الدكتور حسن مصطفى وأيقونة بقيمة الكابتن حسن حمد وزير الدفاع عن حقوق ومصالح وهيبة وتقاليد النادي الأهلي كابتن حسن حمدي متعه الله بالصحة والعافية والسعادة ونشوف في هذا التقرير بعض من ملامح مشوار الكابتن حسن حمدي عشر يرضى اللاعب يقدر يلعب فيه ومكترنا طالع حسن حمدي يطلع من إيده رابعة قدام إنما مش دايبه حسن حمدي الباك الشمال ترجع ثاني لحسن حمدي ويمشي حسن ويرجع وراء عندما يتملكك الانبهار من حجم نجاحاته وإنجازاته وعندما تصيبك الحيرة في اختيار كلمات معبرة عن بعض من تاريخه ونبضاته فأنت إذن أمام محمد محمود حمدي إسماعيل الشهير بحسن حمدي أو وزير الدفاع الأهلوي الذي أثر الملاعب والحياة الرياضية والإدارية بأسطر ذهبية ينحني لها التاريخ ويزين بها صفحاته والربعة قدام لما مش دايبه حسن حمدي حسن حمدي بيلعبها حلوة ويدي ألي شريف لذكور ولد الكابتن حسن حمدي في الثاني من أغسطس عام 1949 والتحق بقطاع الناشئين لكرة القدم بالأهل عام 1962 وتم تصعيده للفريق الأول موسم 71-72 ليخوض مع الأهل 107 مباراة في الدوري التألق اللافت لحسن حمدي تحت قيادة المجاري هديكوتي كان سببا في ضمه للمتخب الوطني موسم 74-75 ويحصل كابتن الأهل على لقب وزير الدفاع نتيجة ثباته وحسن قيادته للخطوط الخلفية على البساط الأخضر 10 يرضى اللاعب يقدر يلعب فيه من كورنة طالع حسن حمدي بيطلع من إيده ويزي براهيم عبدالصمد ويحلع عليه الباك الشمال ترجع ثاني لحسن حمدي وينكي حسن ويرجع وراء إلى أعصاب ربما لم يمنح القدر حسن حمدي وقتا كافي لمواصلة مسيرته الإبداعية في الملاعب حين حكم عليه بالاعتزال المبكر في سن 28 عاما بسبب الإصابة إلا أن القدر ذاته كان يدخل له مسيرة إدارية تفريض بالإنجازات والنجاحات غير المسبوقة بدأت المسيرة الإدارية لوزير دفاع الأهلي بتولي منصب مدير الكرة في 17 يونيو عام 1979 كأصغر من شغل هذا المنصب على صعيد كافة الأندية المصرية ثم عضو بمجلس الإدارة بالتعيين عام 1984 ثم أمين للصندوق ثم نائب للرئيس ثم رئيس للنادي بالتسكية عام 2002 بعد رحيل الكابتن صالح سليم واستمر في قيادته للقلعة الحمراء حتى مارس 2014 أثناء وجوده في مقاعد مجلس الإدارة المختلفة حصل النادي الأهلي على بطولة الدوري 11 مرة و7 بطولات كأس مصر وبطولتي إفريقيا للأندية أبطال الدوري وأربع بطولات إفريقية للأندية أبطال الكؤوس وبطولة دوري أبطال العرب وبطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس وبطولتين للسوبر العربي وبطولة للسوبر الإفريقي فيما حقق مع الاهلي وهو رئيس للنادي تسعة بطولات دوري وثلاث بطولات كأس وسبع بطولات سوبر محلي وخمس بطولات دوري أبطال إفريقيا وخمس بطولات سوبر إفريقي فضلا عن خمس مشاركات في كأس العالم للإندية توالت الإنجازات في عهد رئاسة حسن حمد للنادي ليحصل الاهلي على لقب الأكثر تتويجة على مستوى العالم بعدما حقق تسعة بطولة قارية بالإضافة للحصول على لقب أحسن نادي إفريقي خمس مرات في الاستفتاء الرسمي للكاف اختارته الحكومة النمساوية واللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2008 سفيرا عن إفريقيا وقامت بتكريمه في حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم احتفل النادي الأهلي بالمئوية تحت قيادته عام 2007 بمشاركة نادي برشون الإسباني واستضاف الأهلي بطولة العالم للأندية لكرة اليد بهذه المناسبة وتم تكريم كل لعبي الأهلي على مدار تاريخه انطلقت في عهد رئاسته للنادي قناة الأهلي عام 2008 كأول نادي في الشرق الأوسط يمتلك قناة فضائية فضلا عن كونه صاحب تطوير فكرة بيع حقوق البث التلفزيوني للقنوات الفضائية وجلب موارد مالية كبيرة للنادي الأهلي وللأندية المصرية مؤخرا منحه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قلادة الأهلي الذهبية تقديرا لحجم عطائه الكبير على مدار أكثر من خمسين عاما قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة ليبقى الكابتن حسن حمدي صاحب الأسطر الذهبية صانعا لتاريخ أكثر بريقا من الذهب ذاته أشهر يرضى اللاعب يقدر يلعب فيه مكترن طالع حسن حمدي ليطلع من إيده الرابعة قدام إنما مش دايبه حسن حمدي الباك الشمال ترجع ثاني حسن حمدي ويمشي حسن ويرجع وراء يعني كلام كتير اتقال ومعلومات هيلة جدا لا يمكن الإضافة عليها لأنه كرمة دوليا كرمة إقليميا وهو الآن يكرم على أعلى مستوام النادي الأهلي محليا التكريم الأكبر له مكانته عند الناس هو الحكيم هو الرزين هو الهادئ لعبه كان يتسم بالحكمة عمرك شفت لعب كور يتسم بالحكمة في الملعب هو كان يتسم بالحكمة في الملعب حتى في قراره بالاعتزال كان قرارا مدروسا وحكيما والأصغر في كل المناصب اللي خادها بعد كده والنجاحات اللي حقاها كابتن حسن حمدي يستحق هذا التكريم وأكثر ولكن معانا مكالمة مهمة سريعا إلى نيامي عاصمة النيجر اللي وصلتها بعثة الأهلي قبل قليل معنا من هناك الزميل فاروق صلاح موفد القناة إلى نيامي فاروق مساء الخير احسن على اللازم لكن البعثة وصلت الحمد لله ووصلت للفندق وتم التسكين وكانت نسال عب حفيظ رئيس البعثة فاروق فاروق جماعة الوقت يداهمنا طب لحد ما تنقلوله انه يخش يدينا الاخبار بسرعة في الدية والاديتين كده وحنكمل احنا الحديث بقى عن الشموع الحمراء ورموز الاهل الكبار ده كان الكابتن حسن حمدي ما يمثله من اتزان وحكمة وفراسة ورباطة جائش عند موجة الازمات وصدق في التصدي كابتن حسن حمدي تقدر وانت بتنقشه تشوف فيه النادي الاهلي النادي الاهلي بتقاليده في اي اكتباع كنا ناقش حاجة لو اضطرحت حاجة يقولك حتى في المجلة لا بس الاهلي ما اعملش كده لو كده ما نبقاش الاهلي المرجعية والمصطرة اللي جواه النادي الاهلي ازاي النادي الاهلي يجب انه يتصرف كده هو 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 شوف جواه مصطرة افراز خريج هارفر دوكور بالزبط خريج فيها الدكتور حسن مصطفى بنجاح كبير اللجنة الولمبية المصرية مدى الحياة للدكتور حسن مصطفى ايضا تقديرا وتثمينا لمسيراته الكبيرة واته في ملك وكتابنا ايشنا هذا التكريم المستحق نفكر حضراتكو به يجي القيم الرياضية الحقيقية والقيم الرياضية الحقيقية اللي تجلت بالامس في حفل تكريم رائع نظمته اللجنة الولمبية المصرية برئاسة المهندسة شام حطب دعت اليه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وحجد كبير من رموز الحركة الرياضية كان بينهم الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهل السابق وصديق الدكتور حسن مصطفى طبعا احد رموز الرياضة المصرية ورموز النادي الاهلي كمان الحفل كان تكريما للدكتور حسن مصطفى اللجنة الولمبية المصرية منحته الرئاسة الشرفية مدى الحياة تسابق الدكتور اشرف صبحي والمهندس اشرف هشام حطب والحضور في الكلام عن ما يستحقه الدكتور حسن مصطفى جانب من هذا الحفل ثم الحديث عن هذه القيمة الرياضية الكبيرة المحتفى بها انا بقول ان المفروض ان اللي بيعمل بيخرج عن الروح الرياضية لازم يتبتر مش مش ان هو بنقول يتبتر طبعا لان ده طبعا خروج احنا ما بنكال الرياضة ما تعرفش اسمها ده ما تعرفش بوزيشن يعني مراق مناصب وخبار حراك لكن انا بقول اللي بيخرج عن الناص بالروح الرياضية اللي احنا تعلمنا عليها ونعرفها وتربين عليها المفروض ان ده ما يبقاش موجود في الاسطرين ايا كان وايا يعني مين هو او بيمثل ايه انا خاف على بلدي خاف على مصر خاف على الرياضة المصرية خاف ان تحصل كارثة برا لان الناس خدت على ان الصوت العالي والخروج على النص وبتاع وكلام مش هيدي الرياضة اللي الناس بتنادي بياه في الخارج لمثل هذه الاراء الجريئة القوية والمواقف السابتة حكمل لمثل اهل الاراء والمواقف السابتة والصرامة في مواجهة الخطأ ما هدي كلها مواصفات واحد خريج مدرسة الصح ايوة يعني هي دي مدرسة الاهل عدم التقاضي عن الخطأ مهما اصل الخطأ الصغير اللي بتفوته بيجبر وبيبقى عادة بعد كده وبعد كده بتقدر تيجي تعمل خطأ لا يمكن اصلاحه ده اللي كنت بقوله في البداية ما فيش حاجة اسمها انك انت تبرر لي او تلم من ورايا خطأ لم من ورايا وانت بتعلمني وانت بتحاسبني وانت وكان الكابتون صالح يقول لك كل واحد له ثلاثة اخطأ عندي اكتر من كده تبقى ادمان خطأ ما ينفعش ما تنفعش تبقى موجود اي فهدي قيم الرجال الكبار اللي بيكرموا النهاردة وعلى فكرة برضو كابتن حسن مصطفى كوريما باطلاق اسمه على احدى الصلاة وده تكريم لو تعلم كبير طبعا انك سمي شارع باسم الكابتون صالح سليم سمي قاع باسم الكابتون حسن مصطفى استاد باسم التتش هذه تكريمات لا ينساها التاريخ لان اماكن كل ما تردد عليها يذكر الاسم طيب في الحفل بتاع السنة اللي فاتت الناس عرفت ايه سبب نجاح الدكتور حسن مصطفى ولما المهندس عاد ليعلق وقتها لمثل هذه الامور جعلة الرياضة ولمثل هذه الامور نجح الدكتور حسن مصطفى الصرامة في الصح القوة في الحق ما عندوش رأيين ابدا وهي دي سميات مدرسة الاهل الادارية اللي بيتميز فيها واللي بينجح الكوريتة دي اوه ما تعملش حاجة ما تقدرش تواجه بيه حتى كان على فكرة كان بيتكلم الدكتور حسن مصطفى وقتها في السياق كانت الرياضة المصرية بتعاني فيه من الصوت العالي والازمات والفوضى اللي انتوا فاكرينها كان رأيه ايه هذه النماذج يجب ان تبطر وبيقول انا خاف على رياضة بلدي صورة مصر احسن من كده بكتير ما ينفعش مثل هذه الامور يتسكت عليها وكان بيقول ده في وجود الدكتور اشرف صبحي ووجود المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الولمبية هو ده هو ده اللي خلى حسن مصطفى ينتخب الدكتور حسن مصطفى لعشرين سنة في رئاسة الاتحاد الدولي وده ما تشوف الكتالوج في الحق والصح ما تشوف الكتالوج ده استاذ فراهيم اطبعوا اللي عملوا الكابتن حسن الحمدي في موجد الخروج عن الناصر في النادي الآية ليه في كل النماذج بقى حتى في الحكاية دي فريق سنة 85 لو كان في وقته كنا فرجناه لكم في معالجة الكابتن حسن الحمدي لأزمة كل فريق كابتن شوير لما استضاف الدكتور الكابتن حسن الحمدي بقول له يا كابتن يا حالي داخلين على مطش الزمالك وانت هتلعب بالناشئين وهتواجه الزمالك مخفتش من القرار مخفتش من القرار الفريق يخسر الولاد الصغيرين كابتن حسن قال له على فكرة انا مفكرتش في كل اللي انت قلته ده ما خطرش في بالي انا خطر في بالي حاجة واحدة ان فيه ناس ارتكبت خطأ في حق النادي الالي لازم انتوا اقب ايه اللي يحصل بعد كده مش ده موضوع هو بينقذ اللي جاي بس ممكن تخسر المباراة كلام ده جماعة حصل سنة 85 لسه عايش اثاروا لسه بنتكلم فيها لا وغير كده وغير كده يعني هو لما يعني اكتر من ان عصام الحضر عصام الحضر يهرب ويتخلى عن الالتزاماته القانونية مع النادي الالي ويروح يشتيكي للرئيس مبارك والرئيس مبارك وقتها يبعت الدكتور زكريا عزمي ويحكي الكابتن حسن حمدي للأستاذ احمد موسى وقال له لما كلمني الدكتور زكريا عزمي وقال له الرئيس بيقول لك كذا كذا لا هو ما جيتش كده قاله يعني موضوع عصام الحضر ايه لانه هو كلم الرئيس لا هو دكتور زكريا يكلم الكابتن كابتن حسن والكابتن سامير زه الرئيس اتحاده كوره راح للكابتن حسن ده اللاعب اخل بالتزاماته القانونية ليه نحق قانوني عنده اخد فلوس من عندنا اخترق عقده وسافر لسيون السويسري وقدم شكوى في الفيفا ضد النادي الاهلي فكان رأي الكابتن حسن حمدي قال لما انا قلت للدكتور زكريا ونقل الوقع صح قال له لا انتو الصح لانك في النهاية بتحفظ على مقدرات نادي وقيمه وتحط نموذج عشان الناس تتأسى به ده نظام المهم نرجع للتكريم واسبابه النادي الاهلي كان حسنا فعل مجلس الادارة ده حسنا بتكريم حسن وحسن ده ما فيش حسن بعد كده وهما صحاب متزملين في كل حاجة والحقيقة يعني كل ما يقال عنهم هو دروس للاجئة يستفيد منها الناس مش بس مجرد تكريم يفخروا به وإحنا نزهوا به لا هي مسائل بتقول الناس شوفوا الناس دي كيف قدرت وتحملت المسؤولية بهذه المعايير اللي الحفاظ عليها بيوصل بيه جرام يقول كده بيوصل ما قال أستاذ محمد وصلح يقول كده ونرجع تاني الديلمة بتاعت لماذا النادي الاهلي يتحرك في اتجاه أن المبدأ والقيمة تسبق النتيجة فتأتي المبدأ ويأتي النتيجة وتأتي البطولات والاهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم وهذه المدرسة الإدارية شوفوا مسيرة الكابتن حسن حمدي غنية عن التعريف لكن كمان حتى الدكتور حسن مصف لاعب وحكم وإداري ومدرب ورئيس الاتحاد المصري ويفوز لمصر بكاس العالم للشباب ويفوز لمصر بكاس الأمم الأفريقية مرات عدة ثم يصل إلى قيادة الاتحاد الدولي لأكثر من عشرين سنة هي دي مدرسة النادي الأهلي وهي دي قيمة رجالات النادي الأهلي اللي يستحقوا أغلى من قلادة الزهب دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي دوما مساء الاثنين القادم إن شاء الله ويبقى الأهلي زين النوادي تحياتي ودلال